موسيقى 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 ساعات قليلة وعزب في النادي الاهلي خبرصار لجماهير وموسيماني باقي لعامين قادمين بعد إنجازات وبطولات وأرقام تاريخية خلاص سيبقى موسيماني في النادي الاهلي المدرب اللي حقى تقريبا معظم البطولات اللي شارك فيها اللي حقى أرقام قياسية كبيرة خد قراره وهيستمر في الاهلي أي وعنده عروض كتير طبيعي ما الاهلي كانت بوابة الأكبر لكل المدربين بس هو عرف وفهم وتأكد خلاص إن مفيش أحسن من الاهلي مفيش أهم من الاهلي بالشعبية الكبيرة والد وطبعا البطولات اللي بتتاخد كل يوم زي بترك الصبح كده مع الاهلي أكيد الكل كسبان وموسيماني بقاءه في الاهلي يكسبوا أكتر وهو عارف يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة موسيماني خلاص يقترب كثيرا كثيرا من التجديد للأهلي لمدة موسيمين قادمين الأمور تقريبا حسمت الأمور تقريبا خلاص ما كانش فيها في الأول مشاكل أصلا كانت شوية مفاوضات وأنا قلت لكم هنا أن الموضوع كله مفاوضات مفاوضات بين مدير فني وبين نادي طبيعي ده بيدور على كل المكاسب الممكنة وطبيعي النادي الأهلي بيحاول يوصل لأحسن حلول وأحسن طريقة للتفاوض وأحسن حاجة تكسب النادي اللي يكسب النادي الأهلي بقاء بيتسو موسيماني كيف الأهلي بيكسب صحيح بس بيتسو موسيماني نجاحاته وإنجازاته وبطولاته وأرقامه تشفعله بالتأكيد أنه يبقى في النادي الأهلي مؤكد النادي الأهلي كإدارة مش عايزين يمشوا بيتسو موسيماني ومؤكد في هذه اللحظة بيت سمو سيماني مش قادر يستغنى عن النادي الأهلي بيت سمو سيماني عنده عروض وعروض كبيرة في الخليج ده حقيقي في الخليج وفي منتخبات أفريقية وفي أمور كثيرة أو في أندية كثيرة أو في منتخبات كثيرة طبيعي مدرب بكل هذا النجاح مدرب هو الأفضل في القارة الأفريقية في الوقت الحالي بحكم الإنجازات الكتير اللي عملها طبيعي بيعنده عروض كثيرة بس هو فاهم أو فاهم أو تأكد خلينا نقول بمعنى أضاك أنه نجاحك وإسمك الكبير هو مرتبط في الأساس بإسم النادي الأهلي يعني أنت لوحدك آه مدرب محترم ومدرب كبير ومدرب موهوب وعنده إمكانيات كبيرة جدا وعمل مع النادي الأهلي الكثير ولكن هو ككيان لوحده يعني عادي مش عادي أنه هو هيبقى سايق بس عادي لكن مع النادي الأهلي إسمك بيبقى في السماء إسمك بيبقى في السماء إسمك بيتراضد في كل حتة إسمك هيبقى المدير الفني للنادي الأهلي اللي هو النادي الأهلي اللي يروح بطورة أفريقيا يكسبها اللي يروح كاس العالم للأنداء ياخد مدالية اللي يروح أو يلعب في دوري يكسب اللي يلعب كاس يكسب ده النادي الأهلي بأي مدرب وبأي لعبين بالمناسبة مش بتكلم على إنه اللي بيحصل دلوقتي هو استثناء في تاريخ النادي الأهلي لأ ده العادي بتاع النادي الأهلي إنه ياخد بطولات كثيرة وإنجازات عظيمة لكن ده أبدا أبدا لا يخفز من الراجل حقه الراجل مدير فني كبير وموهوب جدا النادي الأهلي نجح نجاح باهر جدا يوم ما جاب بيت سمو سيماني يدرب الفريق ده شيء رائع هو مدرب رائع هو مدرب مميز وزي ما قلت مبارح أي خلاف أو أي انتقاد بيبقى على بيت سمو سيماني هو بيبقى انتقاد خارج الملعب تصريح هنا تسريب هنا الحاجة في تلميح للإدارة من هنا اتنرفز أو اتعصف في مؤتمر صحف دي كلها حاجات وارد إن احنا نلوم فيها المدرب زي ما بنلوم على مدربين أجانب يعني ممكن نقول مثلا جوزيمونيوم اتعصف ليه النهاردة بيب جورديولا كان بيتخانق ليه في الملعب النهاردة ده بيحصل يعني عادي لكن فنيا ما ينفعش أنا وانت نجادل في شخص حقق كل هذه النجاحات أبدا ما ينفعش راجل ناجح بكل المقاييس فمبروك للنادي الأهلي بقاء بيت سمو سيماني مع النادي ومبروك اللي بيت سمو سيماني أكتر بقاءه في الاسم الكبير اسم النادي الأهلي ده اللي كنت حابب أبدأ به النهاردة وسريعا النهاردة عشان عندي ضيوف مهمين جدا النهاردة الناس عظيمة جدا والناس محترمة جدا فهحاول ندخل في مضمون الحلقة وأخبارنا النهاردة سريعا عشان كمان معنا مدخلات في منتقى الأهمية محمد الشيناوي حارس مرمى النادي الأهلي بيجري أشعة سونارة على العضلة الخلفية اليوم بلسنين اللي اتمنان على حالته الطبية والبدنية بعد ما تعرض ليه الحقن مرتين بالبلازمة الشيناوي وارد ممكن احتمال يلحق مباراة الهلال بس مش بالنسبة كبيرة مباراة الهلال السوداني يوم الجمعة اللي جاية في دورة أبطال أفريقيا وارد انه يلحق بس مش بالنسبة كبيرة وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر علي لطفي تعرض لكثير من الهجوم وكثير من الانتقاد من بعض الجماهير بعد مباراة بالميرس وهو على فكرة كان له جزء من المسئولية في الهدفين اللي داخلوا في مباراة بالميرس بس مش كل المسئولية اشان كان فيه اخطاء دفاعية في الهدفين وكمان الخطائين ما نقدرش نقول اليوم أخطاء سازجة هي أخطاء لا علاقة بالممارسة لا علاقة بالمشاركة في المباراة بشكل متتالي هو ما بيشاركش وبالتالي في بعض السنس كده يعني انت مثلا ما تيجي تقول ايه المهاجم جيه قدام الجون وشاط الكرة برا شاطها في السماء هتقول ايه اه اصلا ما بيلعبش كتير فحساسية اللعب مش موجودة عنده حارس المرمى كده لما ما بيشاركش كتير في بعض المواقف بيبقاش عنده الحساسية فيها بشكل كامل عشان كده كان فيه بعض الظلم بعض الظلم في الهجوم على علي لطفي في الفترة اللي فاتت وتقال انه لازم يقال يشوف حارس تاني وتقال انه علي لطفي مش كف انه يبقى بديل لمحمد الشناو مع طبيعي الحارس الاول مش بيبقى نفس مستوى الحارس التاني ده الطبيعي او العادي فيه بعض الاستثناءات يعني مثلا لما هتروح جنبك كده عند نادي الزمان هتلاقي حارسين كبار اما محمد ابو جبل ومحمد عوائد يعني حراس صف اول يعني وده بالمناسبة مش حاجة عظيمة مش حاجة محمودة ما بيحصلتش في العالم يعني انت هتلاقي تيبو كورتوة في ريال مدريد حارس اول اللي بعدين مش تبع عارف اسمه ايه في ريال مدريد أليسون في ليفربول مش هتعرف اللي بعدين اسمه ايه هتروح ليه ببرشلونة تيريشتاج مش عارف اسمه ايه هتروح لديخيا مش تبع عارف اسم الحارس التاني ايه واحد كزا مندي مندي كيبة شوية شلسي بس كيبة برضو ايه كان مستوى يعني انتهى بس الطبيعة الحارس الاول مستوى يبقى بعد شوية من الحارس التاني عشان الحارس الاول غالبا بيشارك معظم الوقت والحارس التاني يعني ايه بيسد في الظروف الصعبة بيسد اسمه بيسد لكن ما بيشاركش بشكل اساسي فانت مش مطالب طول الوقت انه يبقى عندك حارسين في نفس المستوى عشان الناحة التانية مثلا هتلاقي في الزمالك محمد عواد زعلان متدايق وده خبر يعني انا بقول لها رأيكم خبر دلوقت محمد عواد بيشوف عروض دلوقت انه يرحل من نادي الزمالك هتقول ليه محمد عواد عايز يرحل من نادي الزمالك انا كنت لمحت للقصة دي مبارح اول تا بشكل او باخر محمد عواد كان واخد وعد من كارتيرون انه اول ما هيشارك اساسي هيفضل اساسي في الفرق لحد ما مستوى ايه اللي فينزل ابو جبل مكانه قبل كاس الأومة الأفريقية كان فيه مباراة للزمالك فطالب من كارتيرون من عواد ان ابو جبل هو اللي يشارك في هذه المباراة السام بشكل استثنائي عشان يروح المنتخب عشان هو كان في قائمة الاربعين لعب اللي بشكل مبدئي انه ممكن يخشه المنتخب في كاس الأومة الأفريقية كان لازم محمد ابو جبل يشارك في هذه المباراة الأخيرة للزمالك فيه الدولي ادهي محمد عواد وقتها وقال لا انا قدما شاركت اساسي انا من حق ان انا يبضل في الملعب بس كارتيرون وجهاز الفني النادي الزمالك مع استشارة الجهاز الوطني او الجهاز الفني للمنتخب الوطني شاركوا محمد ابو جبل لما محمد ابو جبل تقلق واكتهد وعمل اداء خرافي في كاس الأومة الأفريقية كارتيرون يتحط في موقف محرج انه انا مواعد عواد انه يشارك اساسي في نفس الوقت محمد ابو جبل احرجني يعني احرج الجميع كمان يعني ما كانش من المنطق انه محمد ابو جبل لما يرجع من كاس الأومة الأفريقية كارتيرون يقعدوا على الدكة بعد كل المستوى المميز ده جمال الزمالك هتلوم كارتيرون رغم ان محمد عواد كان ماشي بشكل كويس مع الزمالك قبل كاس الأمم وفي كاس الربطة فالموضوع عمل شوية زعل لمحمد عواد زعل انا في رأيي مقبول بس ما يبقاش ازمة يبقى زعل انه انا لما صدق اتشارك الحارس المرمى تحديدا اوما بيحط رجله في الملعب لما بيصدق وبيحاول يثبت في مكانه خاصة الحارس اللي جنبك حارس كبير برضو زي محمد ابو جبل بس مش ازمة عشان تحط نفسك مكان المدير الفني هيعمل ايه ما هو الراجل متقلق جدا on fire يعني محمد ابو جبل في اعلى مستوى ليه عموما محمد عواد بيبحث فعلا عروض السعودية عنده عرضين مبدئيين مش عروض رسمية لنادي الزمالك من الاتفاق السعودي ومن النصر السعودي وعنده عرض اخر من نادي في مصر هو بيبحث ويشوف بس انا رأيي رأي لو ليا انا اقول رأيي يعني لمحمد عواد يصبر الامور بتتغير كل ثلاث دقائق احنا منتكلم في كاس وامل افكا محمد شنوى حارس اساسي محمد ابو جبل ممكن شبه يفكر يشارك شارك محمد ابو جبل وشارك محمد صبح كان ممكن محمد صبح يكمل البطولة لو اصابة محمد ابو جبل في البطولة كانت طويلت شوية فهي حظك ورزقك ونصيبك سيبه يجيلك من عند ربنا ما تستعجلش ما تاخدش خطوات يبقى فيها عصبية او نرفزة عشان انت حارس كبير ومحمد ابو جبل حارس كبير وهي زي ما قلتلكم هي الازمة دايما لما يبقى عندك اتنين حراس مرمى كبار اتنين حراس مرمى اصف اول اتخد بالك الزمالك كان عنده مين بقى كان عنده ابو جبل كان عنده عواد كان عنده جنش وكان عنده محمد صبح في وقت من الاؤواد صعب جدا صعب جدا علي مدرب طول الوقت محتوط في موقف محرج طول الوقت محتوط في ازمة ان كل واحد من الاربع عايز يشارك كل واحد من الاربع يقدر يشارك فتعمل مشكلة انا شايف انه عواد محتاج يزبر شوية طيب بصوا معانا على زوم دلوقت بمناسبة ما تكلمنا عن تجديد موسيماني للنادي الاهلي اللي خلاص خلال ساعات هيحسن تقريبا معانا عبر زوم واحد من الاسماء المحترمة اللي اشتغلت مع موسيماني في النادي الاهلي المدرب كيفين جونسون المدرب العام السابق للنادي الاهلي في جهاز بيتسو موسيماني يا فنم صباح الخير مشرفون نور مساء الخير مساء الخير محمد واشكرك على صدافتي في هذا الارض وبلغ تحياتي لكابتن كريم ومساء الخير لكل السادة المستمعين اهلا بيك انا سامعك كويس وبنتشرف جدا بتواجدك انت سبت شعبية خلال تواجدك في مصر ومع النادي الاهلي الناس كانت بتحبك الناس كانت تقدر شغلك بشكل كويس جدا عشان كده الناس تحب تتطمن عليك دلوقتي وتعرف اخبارك اشكرك جزيلا يسعدني ان اعمل مع النادي الاهلي دائما دائما اعرف ان هناك سبعين مليون مشجع خلف هذا الفريق وهم يدفعون الفريق دائما لالامام وكنت سعيد لان اعمل مع هذا النادي شجعت الاهلي في كأس العالم للاندايا شجعت الاهلي بالمستوى اللي اقدمه في كأس العالم للاندايا رأيك في المستوى للاهلي اقدمه في هذه البطولة العالمية وحصوله على المدالية البرونزية في النهاية اعتقد ان الاهلي قام بعمل جيد وكان مقاربا ان يصل كان لديها الفرصة ولكن لم اعتقد ان اداء الاهلي جيد هذا العام وكان هذا يبدو قبل بداية كأس العالم الاندايا وكان هناك حوالي ستة او سبع لاعبين غائبون عن النادي الاهلي وكان هناك علمت ان هؤلاء اللاعبين تيؤثرون على اداء نادي الاهلي اثناء لعب كأس العالم الاندايا وكانت هذه مشكلة الفيفا ان يكون كأس العالم الاندايا في هذا الوقت طيب انا عارف ان السؤال ده انت تسألته كتير تسألته اكتر من مرة بس انا بتعامل ان السادة المشاهدين دلوقتي ربما يكونوا بيشوفوك هنا الاول مرة بعد الرحيل من النادي الاهلي فلازم اسألك ليه رحلت عن النادي الاهلي وزي ما قلتلك انت من المدربين المساعدين اللي اكتسبوا الشعبية خلال فترة وليلة جدا في النادي الاهلي كما قلت قبل ذلك كان الامر مجرد طلاق وحين تتزوج ويحدث طلاق لا يمكن ان تسأل لماذا حدث الطلاق لا انه غدا ستتزوج مرة اخرى اذا هذا هو السبب اتمنى ان تكون قد فهمتني يعني تقريبا فيهمتك بس احاول اخذ توضيح اكتر شوية اتقال هنا في الصحافة المصرية ان كان عندك ازمة او مشكلة مع وكيلة اعمال بيتسو موسيماني هل الكلام ده هو السبب فعلا ولا مش هو السبب لا 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 كما قلت وكما قلت للاخرين الامر كما قلت لك تماما كان هاوى اتفاق على الطلاق متبادل بين اصحاب العمل الذين كنت اعملوا معهم وقد هذا يستمر لا اسابيع او عمان او عشر سنوات لا يمكن ان تحددوا هذا السبب الاهلي وبيتسو موسيماني في مرحلة قريبة جدا من تجديد التعاقل تنصح بايه بيتسو موسيماني وتنصح بايه للنادي الاهلي قبل حسم هذا التفاول او قبل حسم التجديد بشكل رسمي اعتقد انه لابد ان يأتي هذا اطاليك يجب ان يأتي من السيد بيتسو موسيماني نفسه وليس احد غيره اه انت شايف ان بيتسو موسيماني من الافضل للبقاء في النادي الاهلي كما قلت لك بيتسو موسيماني هو من يعلق على ذلك ليس لأي احد في العالم الحق ان يعلق على العمل الذي يكون به بيتسو موسيماني مع الاهلي اعتقد ان بيتسو موسيماني هو من لديه الحق لان يعلق على ذلك اعيش اقالك على حاجة اثارت الكثير من الجدل في او بين جماهير النادي الاهلي وهو رحيل محمود عبد المنعم كهرباء من النادي الاهلي هل رحيل عبد المنعم كهرباء من النادي الاهلي كان بقرار من الجهاز الفني وانت حضرت كهرباء في الملعب وانت عارف كهرباء كان بيتعامل ازاي هل كهربا كان ملتزم فعلا؟ هل أنت كجهاز فني ما كنتوش عايزين كهربا؟ هل رحيل كهربا كان قرار إدارة؟ ولا قرار كنت كجهاز فني وقت ما كنت أنت موجود في الجهاز الفني للنادي الأهلي؟ انظر في حتى هذه اللحظة لا يمكن أن أعلق على سبب رحيل كهربا لأنني لم أكن هناك حين غادر ولكن حين كنت هناك كنت أعتقد أن كهربا ملتزم جدا للفريق ولكن أنا غادرت الآن وليس لدي تعليق لأنني لست جزءا من الفريق الفني الآن ولا أعرف أي شيء عما حدث لحظة رحيله ولذلك لا أستطيع أن أعلق على سبب رحيل كهربا هل من الوارد أننا هنشوفك مرة أخرى في الجهاز الفني للنادي الأهلي في وقت قريب؟ هل ممكن نشوفك مرة أخرى في الجهاز الفني البيتسو موسيماني تحديدا؟ ولا أنت مش هتشتغل مع بيتسو موسيماني الفترة اللي جاية؟ بشكل مبدئي قمنا بالانفصال كما يحدث في الطلاق وكما قلت لا يمكن أن أعلق على الفريق الذي كنت أعمل معه ولا تستطيع أن تحدد ماذا سيحدث لك في المستقبل طيب على دوق الأصدقاء مين أعرب اللعبين لك في النادي الأهلي في الوقت الحالي؟ مين اللعبين من النادي الأهلي لسه بيتواصلوا معك؟ لا أتواصل مع اللعبين ولكن علي أن أقول أن اتصالاتي دائما مع ميشيل إلى حد ما وموسيماني أيضا لأن موسيماني هو من علمني من هي الكرة المصرية وكيف يمكن التعامل مع في التدريب في الكرة المصرية وهو صديق عزيز وهو أكثر الناس الذين لا زلت أتواصل معهم من المصريين هو من قال لي كيف يمكن أن تكون أجنبيا وأن يتم قبولك داخل الفريق الذي تقوم بتدريبه لأنني وجدت أجنبيا للنادي الأهلي وقتاً أن كنت موجود في الجهاز الفني للنادي الأهلي مين من اللاعبين الذين كانوا موجودين في الدور المصري كنت معجب بي ومشايف أداءهم كبير بعيد عن النادي الأهلي كان هناك الكثير من اللاعبين وكن هناك على سبيل المثال شيكابالا وزيزو وبنشاكي وكانوا لعبين جايدين جداً حين تنظروا إلى فريق براميتس هناك لعبين لا أتذكر أسماؤهم بشكل كبير هناك أيضاً بريم شوكري أيضاً اللاعب الذي يلعب في الظهير العيمن وهناك الكثير من اللاعبين الشبان كان هناك لعب أو اثنان من الشبان يلعبون في الخلفية أعتقد في فريق المصري ثم عاد إلى الأهلي وكان هؤلاء لعبين جيدين جداً وأعتقد أن هناك في الفريق القوي المصري العديد من التقنيات الجيدة وهم دائماً ينافسون بشكل جيد ولكن فيما تعلق بالدوري أعتقد أن هؤلاء لاعبون جيدين في الدوري المصري أتذكرهم جيداً بصفة خاصة أتذكر لاعب الأهلي وزمالك شيكبالا وزيزو وبن شرقي كل هؤلاء اللاعبون كل هؤلاء اللاعبون محترفون جداً ويحققون أفضل أداء أي من هؤلاء الأسماء كنت تتمنى ولو لإسم واحد كنت تتمنى أنك تشوفوا في النادي الأهلي وقت تواجدك في الفريق النادي الأهلي كان هناك توازن كبيراً في النادي الأهلي ولكن إذا ما أردت أن أضيف لعباً وإذا نظرت إلى اللاعبون الآخرين أعتقد أن هذا اللاعب سيكون زيزو وقت تواجدك في النادي الأهلي مين كان أكثر لاعب كنت ترى فيه صفات القائد في الفريق مع الجهاز الفني كانت دايماً تستشروه في بعض الأمور كجهاز فني اسم كبير في النادي الأهلي تتعامل معك قائد كبير كان هناك قائد إذا نظرت من الخلف هناك الشناوي وإذا وهناك أيمن أشرف أيضاً وفي المقدمة هناك حمد فتحي وعمر السليا وأيضاً هناك أفشة وشريف أيضاً كل هؤلاء اللاعبين ملهمون ولاعبون أخوياء جداً لذا لدينا قادة فنيون كثيرين في النادي الأهلي ولا يمكن الاعتماد على لاعب أو عدد قليل من اللاعبين يجب الاعتماد على عدد كبير وهذه هي جوذة الفريق في النادي الأهلي النادي الأهلي فريق قوي جداً لديها الكثير من اللاعبين القادة التشكيلة الحالية لالنادي الأهلي والجهاز الفني الموجود حالياً هل قادر على الفوز بدور أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي؟ ما أراه يعود نحن الآن في مرحلة المجنوعات وتحصيل أكبر النقاط وهناك لعباً غادرة وأنا الآن أعتقد أن الفريق قد أصبح أكثر قوة ولكن الفرق الأخرى التي يلعبون معها في أفريقيا أيضاً أصبحت أكثر قوة وفي دور أبطال أفريقيا يجب على النادي الأهلي أن يكون مستعداً تماماً سوف يكون الأمر صعباً لكل الفرق المنخرطة في مرحلة المجنوعات شعالي الأخير وليد سليمان أعلن أمس اعتزاله كرة القدم كلمة توجهها لوليد سليمان بعد اعتزاله ابني العزيز هذا أمره محزن جداً 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 بالنسبة للكرة المصرية وهذا يوم حزين للنادي الأهلي ولكني أعتقد أنه هذا أمر حزين للكرة المصرية هو لعب جيد جداً وحقق الكثير من التميز للنادي الأهلي وأتمنى له أفضل الأمنيات في المستقبل وفيما سينتهجه وأتمنى لأن نادي الأهلي أن يستطيع أن يوجد له مهمة داخل وأن نادي الأهلي تتناسب مع عقليته حيث أنه يستطيع التعامل مع لعبين بشكل جيد كيفين جونسون المدارب العام قال صابت للنادي الأهلي أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة كان اسمه محبوب وكان الناس بتحبه كان جميع النادي الأهلي بتحبه وفجأة ما ينقوش فيه الجهاز الفني ليه النادي الأهلي مع بيتسو موسماني وهو زكي جداً وتحس كده سبحان الله اللي بيخش النادي الأهلي يشرب يعني من طباع النادي الأهلي يشرب من طباع الراجل تصريحاته زكية واضحة حتى هو خارج النادي الأهلي ما بيتكلمش عن أي أمور فنية رايح له يمين رايح له شمال رايح له فوق طاعة مفيش هو الراجل عارفه وبيقول كويس إيه كعادة الناس اللي بتطلع تتكلم فيه النادي الأهلي طيب نكمل أخبارنا مع حضراتكم الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي كشف عن موعد عودة بيرسيتاو لعب الفريق المشاركة فيه التدريبات الجماعية للفريق بيرسيتاو هيكون موجود فيه تدريبات النادي الأهلي غالبا بعد مواجهة نادي الهلال السوداني يوم الجمعة اللي جاي بيرسيتاو من أكتر اللعيبة اللي الأهلي افتقدها في كأس العالم الأندية وإن كان وإن كان النادي الأهلي تحس إنه محدش افتقده في هذه بطولة وعمل أداء رائع جدا طيب عمار حمدي اللعب الأهلي هيسافر الأسبوع اللي جاي إلى ألمانيا عشان يجري بعض الفحصات الطبية اللازمة قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي للرجبة المقرر إجراءها في النبسة تحت إشراف الطبيب كريستان فينك والذي أجرى نفس الجراحة لأكرم توفيق مؤخرا إن شاء الله ربنا يرجعوا بالسلام عمار لعب كبير ومهم جدا ومن نسبة أكرم توفيق في أكرم توفيق هيسافر إلى الدوحة مطلع الأسبوع المقبل لخد المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي والعلاجي في أكاديمية سباير بالدوحة ودكتور أحمد أبو عبلا قال إن أكرم هيقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي ويبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التأهيل إن شاء الله ربنا يرجعوا أيضا بالسلامة أكرم توفيق من اللعيبة الرجال اللي حظهم كان وحش جدا في كأس الأمم الأفريقية صابة في أول مباراة في أول الدقيقة حظ عاسر جدا 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 طيب الجهاز الفني للنادي الأهلي بيتسو بوسماني يستقر على السفر إلى السودان الأربعة المقبل استعدادا لمواجهة الهلال والفريق هيكون إن شاء الله جاهز بشكل كويس وعنده التشكيلة اللي تقدر تعمل مباراة كبيرة قدام الهلال وخدوا بالكم الهلال فريق صعب جدا على أرضه دايما فريق صعب جدا على أرضه مواجهة الأهلي والهلال في السودان دايما مواجهة صعبة بغض النظر السكنان الأهلي هو الفريق الأفضل أو الأقوى ما تحسش إنه المواجهة سهلة أبدا طيب الجهاز الفني لمنتخب مصر وده خبر رقم عشرة استكر مبدئيا مبدئيا على ضم محمد هاني زهير أيمن الأهلي خلال معسكر مارس المقبل استعدادا لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم طيب هتقول لي مش بادر الكلام ده هفهمك الحكاية محمد هاني كان كيروش حاطت عينه عليه كان عايزه هو بيدور دايما على باك يمين يشتغل مع منتخب مصر محمد هاني ما كانش بيشارك الفترات الماضية مع النادي الأهلي وبالتالي محمد هاني ما كانش ليه مكان في منتخب مصر لما محمد هاني شارك في كأس العام الأندية وظهر بمستوى معقول جدا الراجل دخل اهتمامات كيروش مرة أخرى وغالبا هيبقى موجود مع المنتخب في المعسكر اللي جاي معسكر مباراة السنغال طيب لسه بكمل مع حضراتكم زي ما قلت لكم هيكون معايا ضيف من العيارة السقيل ضيف محترم جدا ضيف مهم جدا هنروح قبل ما نستقبل ضيفنا الكبير نروح لتصريحات خاصة لرقم 10 من جواو موتا الموديل الفني للهلال السوداني قبل موجهة النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاي وبعد كده نستقبل ضيفنا المحترم الراجل المهزب الراجل اللي سمعته الإدارية في الرياضة المصرية سمعة رائعة وكبيرة جدا دايما كنا نتكلم على أسماء محترمة ومؤهلة تبقى موجودة في اتحاد الكرة هو اسم من الأسماء المحترمة كلهم أسماء محترمة في اتحاد الكرة حاليا وهو اسم من الأسماء ديت اللواء حلمي مشهور عدو مجلس داري اتحاد الكرة المصري هيكون ديفي بعد هذا اللقاء مع مدرب الهلال وبعد الفاصل خليكم معنا مرحبا مساء الخير اسمي يوم مرتع أسعد أن أكون هنا في التلفزيون المصري في برنامج العشرة مساء الخير للجميع فيما يتعلق بالوقت لقد قاموا بتغيير الوقت كما كنا نتوقع مع وعد المباراة كان السادسة ثم تغير للثالثة ليس لدي أي فكرة عن سبب التغيير صدقيني ليس لدي أي فكرة فيما يتعلق بفريق الأهلي هو دائما في نفس المكانة بالطبع الأهلي فريق كبير ودائما يلعب ليفوز وبالتأكيد نحن نحاول أن نفوز يحاولون أن يفوز بالمباراة ونحن نفعل ذلك أيضا بالنسبة لفريق الأهلي في دوري الأندية كأس الأندية بالطبع الأهلي فريق جيد وفريق خطير أيضا وفشل مثل غيره من الفرق وقام بفعل أشياء جيدة مثل غيره من الفرق أيضا لا أريد كثيرا أن أتحدث عن عن الأهلي لأن الحديث عن الأهلي دائما هناك نفس الكلمات الأهلي فريق جيد وحسب الأهلي بطل أفريقيا وحاملوا اللقب وهذا يمكن أن يقولوا كل شيء لا أرى أن فريق الأهلي يتطلع للمهارات الفردية ولكنه يتطلع إلى عمل الفريق هم يلعبون كفريق المهارات الفردية اليوم في الكرة بالنسبة لي ليست بالأهمية الكبيرة التكمن أهميتها فيما إذا كانت هذه المهارات الفردية مرتبطة ولديها اتصال بعمل الفريق ككل والمجموعة لأن المهارات الفردية اليوم يجب أن ترتبط مع عمل الفريق ككل وليس أعتقد أن لاعب واحد يمكن أن يؤدي فريق جيد ولكن فريق واحد يمكن أن يقوم بالفوز بالعديد من الدوريات فيما يتعلق بالتكتيكات الخاصة بالسودان بالنسبة لي الأمر لا يمثل أهمية كبيرة يجب أن نلعب ما يجب أن نقوم به يجب أن إذا ما كان يجب عليه أن ألعب ديربي في بلادي أعلم أن هذه المباراة مباراة خاصة بالطبع ولكن أحب المباراة الخاصة أحب المباراة الكبيرة أحب التحديات الكبرى بالنسبة لي ما أحاول أن أفعله أن أحصل عن أفضل أداء من اللاعبين وأن تكون عقلياتهم تؤدي بشكل إيجابي للفوز بهذه المباراة أعتقد أن هذا هو الأمر فيما يتعلق بالكرة المصرية أعتقد أن مصر تعتبر من أكبر البلاد بها كرة قدم قوية جدا على مستوى إفريقيا وأعتقد أن هذه الدولة هي الدولة التي يرغب ويتمنى أي مدرب أن يلعبوا أن يعملوا فيها هناك العديد من الفرق الجيدة والدوريات القوية وهذا ما نريده وهذا ما نحبه بالطبع هناك مشتويات معينة ولكن بالنسبة لي كمدرب أنا أحب كما قلت من قبل أحب التحديات الكبرى وأحب المباراة الكبرى أيضا وبالطبع المصريون أقوياء في هذا الشأن لا لا لم أتلقى أي اتصالات من أي أندية مصرية بالطبع الآن أنا أركز في هذه المباراة في دوري الأبطال حيث أنا ممثل لنادي الهلال السوداني وأنا مركز جدا وأداؤنا في دوري الأبطال أنا لست قلق بهذا الشأن هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي وأنا سعيد هنا وأنا أركز كثيرا لأن أعطي فريقة الهلال تصنيفا جيدا في كرة القدم وأن يؤدي بشكل إيجابي وأن يتقدم وأن يهاجم هذا هو هذه هي فكرتي وهذا ما أفسر فيه من هذه اللحظة زي مواطر حوالكم كده قبل الفاصل أنا معرفتي بيه الشخصية والمهنية من سنوات من سنوات طويلة جدا هو شخص لا يتغير شخص محترم شخص صاحب سمعة طيبة في الإدارة الرياضية في مصر اسم كبير نتشرف إحنا كمتابعين وكأعلميين وكجماهير أنه يتواجد حاليا في الاتحاد المصري لكرة القدم وكمان كان رئيس للبعثة النجحة جدا لمنتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية اللواء حلمي مشهور دي في هذه الفقرة عدو مجلس دارة الاتحاد المصري لكرة القدم سيدة اللواء مشرف ومنور وخطه عزيزة أنا سعيد جدا أن أنا متواجد معاك شكرا كيفا وشرف لي أن أنا كن على القناة الأولى قرار رسمية وما حضرتك بالذات ده شرف كبير جدا يا فنم شرف كبير جدا طيب هبدأ من حيث ما انتهيت في هذه المقدمة وهو الإنجاز أنا في رأيي أو يعني رأيي الكثيرين أنه إنجاز إحنا نوصل لهذه المرحلة العظيمة في كأس الأمم الأفريقية نوصل للمباراة النهاية ويبقى بيدنا أو بيد ربنا التوفيق أو من عدمه وده اللي حصل يمكن في المباراة النهاية بس على مدار البطولة كنا كشعب مصري مبسوطين وفخورين بهذه البعثة بهذا المنتخب بكل تفاصيل وإحكي لي أنت حاليا كنت عايش في كل هذه التفاصيل أسيب له حضرتك المساحة الكاملة عشان تقول للناس إزاي عاشتوا أيام سعيدة وعظيمة وصعوبات كثيرة من منبرك هنا بقول إن الجيل اللي كان موجود وقعدت معهم 32 يوم دول من أعظم الأجيال اللي موجودة تحس إنهم أسرة واحدة تحس إنه لهم قائد هو أحسن لاعب في العالم محمد صلاح وبرغب إنه هو أحسن لاعب في العالم لكن هو أحسن قائد فريق كلهم على حب وعلى قلب رجل واحد معهم جهاز فني أنا بعتبر كرش ده من أحسن المدربين لأن أنا عاشرتهم بيشتغل 18 ساعة في اليوم لا يطرق كبيرة ولا صغيرة بكل حب مع الجهازنا بتاعه متعاون جدا إحنا لما سافرنا كانت الصدمة الأولى كانت مباراة نيجيريا وفعلا يعني إحنا لا أداء ولا نتيجة صحيح والجميل أن الولاد والجهاز الفني اعتبروا نفسهم مقصرين وهم دلما تحس في المباراة تحس إنهم بدأوا يلعبوا من الدقيقة ستين يعني عندهم صحيح وهم في الاجتماع اللي تاني يوم المباراة كان في الجهاز الفني واللعيبة تعهدوا على إن نسيان مباراة نيجيريا وإن هم حيحققوا شيء ومنساش كرش قال أنا جيت البطولة دي عشان ألعب سبع مباريات لما تحسبهم تعرف إنه هيلعب النهائي وقدينا مطش غينيا ومطش السودان وصلنا لدول الستاشر وقالوا إن شاء الله هنكسب كوندوفور ولو كسبنا كوندوفور هنلعب النهائي فالرغم أن الأوراة طبعا صعبة لأنك قابلت تعتبر لعبت أربع نهائيات خمسة كمان إنت مع مباراة نيجيريا نيجيريا كوندوفور والمغرب والكاميرون والسينغال خمس مباراة مع المنتخبات المصنفة تصنيف أول في الكار من سبع مباريات الحملة كان شديد على الولاد لعبه ومتشط وقت إضافي أربع مباريات كأنك لعبت مطش زيادة رحلات طيران أتقلنا أربع رحلات طيران ونتعرف إرهاق الطيران والسفر طبعا ولكن الولاد كان عندهم تصنيف السباط يا فندي مربو إسراء كمان السباط بالجوم يعني في أول خمس دقائق أكرم وبعد وبالفتوح صحيح وحكي حجازي صحيح أول مباراة كمان بتلاعمل عمر السلام كانش لسه ريجا أنا بقدلهم التحية العسكرية لأنه دول فعلا حسيت أنه دول ولاد مصر صحيح التفوا تحت حاجة واحدة بس علم مصر صحيح ومنساش الدور الرائع للجماهيل المصرية وحزب مستقبل الوطن وبرزنتيشن اللي نقلو حسينا أنه نحن بنلعب في مصر صحيح تشجيعهم أزرة غير عادية والبرقية والدعم للسيد الرئيس الجمهورية باعته للولوات كان ليه تأثير غير عادي طبعا مجلس إدارة الاتحاد اللي بالرغم أنهما سافرنا الانتخابات وطاني يوم الصفر كان داعم كامل جدا للعيبة والجهاز الفني وأنا لما كنت هناك كلهم على التصالب من أول أستاذ جمال علام خالي بيلة درندالي اللي حصلني بعد كده بعد ما تشكر كنت فوار وكابتن حازم إمام وكابتن براكات والأستاذ أبو الوفا والدكتور إهاب والكابتن عامر حسين والأستاذ دين الرفاعي اتصالات يومية بيها للإطمئنان على البعثة عظيم وغفروا كل شيء حتى لما كان يبقى نقص حاجة كانت الطيارة تجيب لنقصهم الجيل دا جيل عظيم والتف كله تحت علم مصر وأنا إحساسي إن الكرة المصرية بتعيش دلوقتي من أزع صرحة أنا نسيبت إن احنا نهني النادي الأهلي على فوزه ببرنزيد بطولة الأندية وده استمرار لبرضو لأن دول بلعبوا بإسم مصر صحيح ورفعوا عالم مصر صحيح وما عدناش بنشوف انتمئات الأندية صحيح كل دلوقتي بتلعب نامر مصر ووجه التحية والشكر والعزيمة للعيبة نادي الزمالك اللي حولت هزيمتها من 2-0 لقتال لأنهم ما يطلعوش مغلوبين صحيح لحد آخر ثانية صحيح هي دي الروح هي دي الجمهورية الجديدة صحيح أوجه الشكر والتقدير لربطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب الداعمة للكره المصرية احنا بنشوف دلوقتي دوري وأنا بعتبر ان الدور المصري هو أقوى دوري في أفريقيا وأقوى دوري في المنطقة العربية انه يعني نجوم بره بتيجي تحترف في الدور المصري عشان تنطلق منه صحيح دوري منتظم هيفرز المنتخب كروش أنا شايف انه فاتح الباب لأي لعب أيا كان بيلعب في أي نادي ويحس ان هو كويس هينضمن المنتخب مصر صحيح وهي دي الروح الجديدة صحيح وهي دي السياسة اللي ان شاء الله لتطوير الكرة المصرية عظيم طيب أنا سبت حلقة تسترسل ومرضيتش قطعك بس طبعا في حاجات عايزة أقف عندها عشان كانت حاجات مهمة ومحورية في كاس الأمم الأفريقية الحديدة مباراة المنتخب الناجيلي حضرتك تبعت كلنا تبعنا وكلنا كان عندها نفس التحفزات والانتقادات حتى زي ما حالك قلت لعيب منتخب مصر والجهاز الفني كانوا حاسين بالمسؤولين وحاسين بالخطأ في هذه المواجهة مفيش خلاف على المواجهة الأولى دي بس بدأ وقتها الكلام يتقال عن رحيل كيروش شرط الجزائي عمل ازاي طب مين المدرب اللي ييجي بعد كيروش وبدأ الكلام يتقال هنا وإحنا عاديين في مصر سواء في الأعلام أو على المستوى الجمهيري مين اللي هيجي بعد كيروش حضرتك بقى وانت هناك كنت تتعامل مع هذه الأمور إزاي جهاز الفني كان بيوصلهم اللعيبة نفسها كان بيوصلها الكلام دا ولا لأ هو ساعة الأعلام المساند فعلا بس في بعض الحاجات اللي بتطلع بدون حقيقة اتحدى الكرة المصري برئاسة جمال علام استلم الاتحاد يوم القميس قبل الصفر بيوم لما الاتحاد بيستلم بيبقى فيه ملفات بيدرسها صحية مش كده انه حيستلم ايه ما هستلم ملفات طبعا عنده ملف الفارة عنده ملف الحكام عنده المسابقات عنده المدربين كل دي ملفات بيستلمها صحية صحية الناس اجتزقت الموضوع كله وركزته في عقده كروش مع ان الحقيقة انه محدش شاف العقد اصلا اصلا اما كانتش حد يشايفه لا 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 كان مكلف السيد نائب رئيس الاتحاد انه يدرس كل الملفات فكله ترجم الامور انه بيشوف عقده كروش لكن الموضوع ده ليس له اساس من الصحة اتحاد القورة قبل ما يسافر كان يوم الجمعة ومعهم السيد وزير الشباب والرياضة واكتمعوا مع كروش ودولوا كل الدعم وكل التأييد قبل الصفر وسافرنا يوم السبت انا اقول لأستاذ جمال علام مؤيدين للبعثة استاذ جمال ظروف صحية جاله اصابة كورونا تمام وانا استكملت وكان معايا لحظة بلحظة وكل الدعم والتأييد كان لك روش الكلام ده كله تسريبات صحة تسريبات ليس لا اساس من الصحة ولا فكرتوا في لحظة ولا فكرنا في لحظة من اول يوم متحاد القورة المصري داعم للمدير الفني لان احنا كان عندنا رؤية وفعلا اثبتت الرؤية ان المدرب ده كويس مش هنحكم على واحد احنا مش هفناهوش تمام احنا شفناه وانا عشرته الرجل بيشتغل الرجل وصل لمرحلة قال لي انا مصري يعشق وشفته تلحمه مع الجماهير بعد مطش في مطش غينيا وحبهم وتشجعهم ليه وتشجعهم في مطش السودان كل الجماهير اللي راح ادي كلها ويحييها وجاء سعيد بيها وسعيد بدعم الجماهير والراجل اثبت بما يدعي مجال الشك انه هو مدرب كويس طيب انا هتعامل ان انا في مكان حضرتك وانا اداري يعني انا بدير اتحاد الكورة وتحكم في هذه الامور عود المدربين وخلافه تحديدا المدربين منتخبات الوطنية فكرت حضرتك ومع الاستاذ جمال علام مع مجلس اتحاد الكورة طب لو منتخب مصر خرج من الدور الاول ما احنا زهورنا كنساء في المباراة الاولى فزهور يعني يخوف يقلق لو خرج من الدور الاول ما طبيعه هيبقى فيه ضغط عليكم مشهور راجل ده احنا عدنا مطشين في تصفات كاس العالم مش هينفع نستنى مطشين تصفات كاده راجل ما خرجنا من الدور الاول في كاس العالم الافريقائي فكرتوا في ده كنتوا عاملين حسابكم كنتوا عاملين خطة بديلة ولا انتوا كنتوا أغدين قراركم ان الراجل ده كده كده مكمل بغض النظر عن كده كده كان خررنا الراجل نكمل لحال المطشين بتوعه كاس العالم بدون اي تفكير محدش مثلا طرح قالك طب نشوف اسماء نجي هايز اسماء لا خالص انا هقولك انا مجلس الادارة لم يجتمع نتيجة الظروف ده كلها اول اجتماع ليه هيكون يوم الثلاثة خمستاشر كل الجزء اللي فده كله ليس شاغل الاتحاد المصري غير دعم المنتخب القوم المصري عظيم بكل اعضاؤه سواء اللي هنا او اللي سفروا كلنا كنا لخدمة المنتخب القومي في اداء مهمته ومما لا شك فيه انا راضي عن الاداء الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين انهم حققوا شيء لمصر صحية صحية طيب فيه ناس يعني حد طرح انا من الناس اللي طرحت ده بصراحة انا شاب أمين معاك انه ليه كيروش احنا حراك شايفة هو مدير فني كبير مدير فني عنده مشروع مدير فني بيشتغل بشكل حقيقي اللي خلينا نربط مصير كيروش بمطشين في كاس العالم مطشين كبار مع منتخب السنغالي وارد زي النهائي كده تكسب او تخسر طبعا كلنا نتمنى كلنا نحلم وكلنا بندع المنتخبنا ان شاء الله بالرجالة دي ان احنا نوصل كاس العالم بس دي كورة والد انك تكسب ووالد انك تخسر ليه مصير مدرب كبير حضراك مقتنع ان هو مدرب كبير وانا مقتنع عن مدرب كبير معظم الناس مقتنع عن مدرب كبير يبقى مصيره مرتبط بمطشين في كاس العالم يبقاش فيه تجديد وارتباط طويل الامد خاصة ان الراجل عنده مشروع تمام هو عقده اللي موجود كان لحد تصفيات كاس العالم انه نجح في كاس العالم هيستمر في كاس العالم ولكن الاتحاد برضو مش هنتكلم في الاعلام لسه هيقعد يدرس اذا كان هندرس ده اذا كان الراجل ده صاحب مشروع كبير لتكوين جيل كامل للمنتخب ليه ما يكملش ده كلام محترم ده كلام محترم انا متفاهم جدا طبعا حالك مش هتقول قرار دلوقتي مفاهم ده كويس بس ده كلام محترم انه على اقل مطروح على طورة اتحاد الكهرب لا مطروح ليه لا يعني دايما قصدي دايما كنت لسه بتكلم من كام يوم ما فاندي مبادردش مع حضرتك انه الراجل مدير فني للمنتخب الفرنسي دي شام راجل من 2012 ل2018 بيفشر في كل حاجة في كاس العالم في كاس اوروبا على ملعبه بيخسر النهائي على ملعبه ويجي في الاخر بعد ست سنين بيكسر كاس العالم فده فكرة المشروع طويل امد ممكن تاخد منه ناجحات عظيمة بعد كده انا بأكد لك ان الكلام ده مطروح ولكن انا اكفي لسه في اجتماع مجلس ده يقرر ويقول ولكن احنا بنا وبن بعضنا تمام ان الرجل ده صاحب مشروع عظيم وانا من عندك هنا بقول ان مصر الكورة فيها بتتطور كويس جدا ومصر محظوظة انها بيعندها كروش وعندها مسيماني هاي وعندها كالتيرون وعندها مدربين ملطنيين عندها بجلال وحسام حسن مش عايز انسى اسمها لحسام حد يقول ما قالش اسمها لا كلهم اسمها عظيمة بيديروا فرق ودور عظيم بيفرزوا كل دول لصالح المنتخب القوضي والدليل انه منتخب مصري بعدد كبير من اللعبين المحليين ينافس ويصارع ويلعب مباريات كبيرة مع منتخبات كلها بتلاعب في أوروبا يعني يعني حتى اسبوع سعيد ان الزمالك قدر يتجاوز وبنهني المصري على تعادله خارج أرضه وبنهني برمز اللي فايز وان شاء الله انهني للأهلي يوم الجمعة في فوزو على الهلال السوداني لا الكرة المصرية ان شاء الله في الجمهورية الجديدة عهد جديد وناس جديدة تمام حتى تواجد في المنتخب والباب مفتوح وأنا يعني إحساسي مع الرجل ده انه مبياخدش أسماء صح الرجل ده حسيت برضه لما كمية الإصابات اللي صدفته دي كان ممكن أي حد يرتبك طبعا الناس ولازم مشيط بالناس الكبيرة زي عبدالله السعيد وأحمود علاء وبالرغم الدول ما لعبوش بمتشاط كتير لكن تحس ان هم بيقزروا لعبتهم وبيقووهم وبيعملوا كلهم نسيج واحد جيل عظيم هم هم دول ولادك يا مصر صح وما تحسش انه حد كان عامل أزمة لا وما تسمعش في تسريبها كده يقولك يا أصدفونيان قاعد مدين لا لا لم ألاحظ ذلك الولاد اللي كل تمرين بتاعهم يختموه بكلمة تحيا مصر تحس ان الولاد دي هتحقق شيء لمصر هم دول ولادها هايل هايل طيب اتقال برضو بمناسبة التجديد لكالوس كيروش أو امكانية التجديد لكالوس كيروش انه في ناس في الجهاز المعاون ممكن ما يبقاش موجودين الفترة الجاية في جهاز كيروش كلام ده بنسمعه من وقت ما كان كيروش او المنتخب في كاس الأمر الأفريقية رجعنا واحنا وقدين وصفة البطولة ولسه بيتقالي الكلام ده انه في ناس من انجاز المعاون ممكن يمشوا هل الكلام ده صحيح هل له اي اساس من الصحة ولا مش موجود كل ده برضو توابع الاعلاميين بيقولوا على غير الحقيقة احنا رجعنا تاني يوم كيروش اجتمع مع المدير التنفيذي اداله الطلبات اللي التجهيز لمباراتي السنغال من ملاعب التدريب انه بيطلب ملاعب بشكل معين يعني وانا معاه هناك وانا ما بيتمرنش في أرض مفتوحة يحب بيتمرن في استاد مقفول علشان الاجهزة المعاونة كلها معاه تشتغل طلب انه يلعب على استاد القاهرة وطلب حضور الجماهيري ايوه تمام دي الطلبات اللي طلبها ولما تعرض عليه قال له الدوري هيتم استقنافه ادى أوامره للجهاز المعاون ما يسفروش ويتابعوا مباريات الدوري ويتابعوا مباريات الاهلي ومباريات افريقيا لكل حاجة ويكتبوا تقارير متصورة وكاملة عشان اول ما يرجع بعد يومين هيتعرض عليه مفيش بقى في الطلبات بتاعته خالص حررحيل او التبديل مش موجود مفيش يعني كلام ده مش موجود لا 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 يعني الجهاز ده اللي موجود في مباريات السنغال انا باقول لك وكدلك ان شاء الله بعد يوم 15 باجلس الادارة داعم كامل لللاعبين والجهاز الفني كاملة لأداء مهمتهم كان بيتقل وقت البطولة يا فندم ان قالوا سخيروش ما بيسمعش للجهاز المعاون حلا كنت عايش معاهم بقى انت كنت شايفهم للنهار هل هو فعلا من الناس اللي بتشتغل لوحدها اللي تحب تشتغل لوحدها ما تسمعش لحد ولا انت كنت شايف انه فيه تعاون دايما مع الجهاز المعاون لا انا شايف انه كان فيه تعاون كامل مع الجهاز هو كروش لا يترك صغيرة ولا كبيرة يعني البرنامج اللي بيتحط يتم تنفيزهم مشهور دوره كذا بينفزهم هيل فلان دوره كذا بينفزهم وبيتابع كل شيء حتى حتى في الجزء اللي هو ساعاتي ما موجود فيه والاجهزة المعاون بتمرن جزء تاني من اللعيبة بيتم تصويره وبيتفرج عليه هيل طبعا حواك انت شفت مدرين فنيين كتير لا شفت انا شفت حاجة زي كده لا انا بقولك لا يترك كبيرة ولا صغيرة اجتماع مع الجهاز الطبي وانا من هنا لازم اوجه شكر الدكتور محمد والعيلة صح هذا الطاقم بالجهازه دوت يعني بزلوا مجهود فوق طاقة البشر من معالجة لمتابعة اللعيبة للاجراءات الاحترازية عايز اقولك ان لعيبة مصر الفريق الوحيدة في الهناك اللي ما عندهاش ولا واحد اصابة كورونا ده انجاز بالمناسبة ده انجاز اه عشان كنت طول الوقت مستني اللحظة دي الاسف يعني لم يترك كبير ولا صغيرة يعني كان بيعمل قبل المسحة بتاعت الابتحاد الافريقي اللي بتاع يكون هو عامل المساحات بتاعته اه بعد كله مبرأة يعمل المساحات بتاعته انا يعني رجل ده انا عامل عامل هو عامل ليه فوق الخمسة وعشرين مسحة اه تمام مع اجهزته مع حاجته هاي ما بيسيبش اي حاجة يعني بالمناسبة قبل مواجهة الكاميرون اتقال انه فيه قلق من المساحات زي ما احنا واحنا عادين هناك سمعنا ان محمد صلاح اه جالو كورونا يعني المسحة بتاعته مع انه لسه مكناش عاملنا المسحة اصلا فطولت حكي انت بقى ازاي من الجميل اه انه برضو من الجهاز الفني واللعبين انهم صموا اذنهم عن اي شيء يتم تدوله في الاعلام خالص لو لاحظت ان من البتاع ما كانش فيه تصريحات صحفية لا شفت لعب بيعمل غير الاريا زون زون اريا دي طبعا ماكسزون لكن الباقي تمام ما شفتش انت ما شفتش حد يطلع تصريحات خالص ولا حد من جازل معي ولا لا اي حد وكروش نفسه ما كانش بيسمح ومتداني بتاع ما حد كانش بيسمح لا اي حد يدخل معسكر الفني هاي بالرغم ان فنادق مش على المستوى العالي وكده لكن هو كان قابل انه ان انت قافل على على ولادك وعلى فرقتك وعلى حاجتك عايزه مركزه عايزه مركزه طيب قبل ما سيب مواجهة الكاميرون بما اني ذكرت مواجهة الكاميرون كان فيه اعتراض من الاتحاد الكورة المصري على بكاري جسامة قبل المباراة هل كالوس كيروش كان عنده علم بالاعتراض ده ولا ده كان قرار من الاتحاد المصري قاد قدم بدون علم كالوس كيروش لا لا الاعتراض من الاتحاد المصري عشان هو تلعف المؤتمر الصحفي وقال يعني ما سألوه قال لهم لا ما عرفش ده عن الاتحاد المصري اللي ما سابش اي حاجة وهو كان بيعترد واحنا عارفين مليون في المية ان الاتحاد الافريقي مش هغير قراره صحيح لكن كان فيه تحفظ على تعيين الحكم وتم الاعتراض عليه ولكن ما فيش ماستجبش الاتحاد الافريقي والحكم حكم المباراة هل الفكرة من الاعتراض وقتها وحرك كنت عارف انه هو مش هيتغير الحكم اكيد فكرة انه تمثيل ضغط على الحكم انه يركز انه ما يغلطش او ما يتعمدش الخطأ قدام منتخم مصري يعني ده كان هدف اتحاد الكورة انه احطه بس في موقف انه احنا شايفينك يعني والله ده ليه تفسيرات اعلامية برضه تمام لكن اتحاد الكورة كان صادق في انه يعترض على تعيين الحكم لا اقول حالك ده حتى لو ده كان موقف اتحاد الكورة حتى لو ده كان موقف ده برضه مش عيد طبعا ده زكاء يعني مش عيد زكاء ده لي تتعامل مع هذه الامور بالطريقة دي لكن هما الاتحاد المصري تم ثراده وتم ارساله للاتحاد الافريقي طيب انا في رأيي انه كان فيه نقطة محورية في هذه البطولة نقطة فاصلة او نقطة فارقة بمعنى اضق في هذه البطولة وهو حديث محمد صلاح في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المنتخب المغربي وهو يوجه رسائل للاعلام وللجماهير انه هما ما يضغطوش على اللاعبين ما يضغطوش على الجهاز الفني المنتخب مصر يتعاملوا مع منتخب مصر ما يتعاملوش مع لعب اهلي او لعب زمالك وحسيت بعد هذا المؤتمر الصحفي في التفاف عظيم من الجمهور المصرية للمنتخب في حماس من لعب المنتخب في الملعب رأي حضرتك في الكلام اللي قاله محمد صلاح وكواليس هذا الحديث عشان اكيد حراكم انت قاعد معاهم كنت بتسمع ربما بعض الضيك من بعض اللاعبين بعض الزعن من بعض اللاعبين في ردود الافعال كواليس ما حدث من محمد صلاح في هذا المؤتمر الصحفي خلينا نكون منتفقين ان كان فيه الاعلام ما كانش وصلنا لمرحلة مش النقد للنقد بعض اللي حاجات وصلت للتجريح يعني تمام فالامور دي برضو كان بتوصل وكان برضو الاعلام كان ممكن يكلم على مشهور في الزمالك ومشهور في الاهلي وده ايه فالنغمة دي انا في البداية حديثي قلت لك ان محمد صلاح اعظم لاعب في العالم طبعا واعظم قائد فريق عظيم القائد الفريق اللي يتصدى لهذا الموضوع بكل شجاعة وكل بتاع انا بعتبره ده قائد فريق ادى رسالة في توقيت مهم وكانت نقطة فيصلية في التفاف الجماهير المصرية والاعلام المصري واللاعبين على قرب الرجل واحد اللي هي مصر صحيح لنسا مكملين هذا الحوار الممتع للغاية مع الشخصية الهدية المهزبة المحترمة الإداري الكبير كابتن حلمي مشروسة اللواء حلمي مشروسة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله اهلا بحضراتكم مرة اخرى لسه مشرفني ومنوارني سيادة اللواء حلمي مشروسة الاتحاد المصري لكرة القدم طيب سيادة اللواء الحلم الأكبر الحلم الأعظم الحلم الأهم هو الوصول لكأس العالم تصفات كأس العالم مواجهتين في منتهى القوة قدام المنتخب السنغالي يعني على مستوى التشكيلة أو على مستوى المنتخب هو المنتخب الأفضل في القرار الأفريقاء وبنتكلم على تشكيلة لعبين مش بنتكلم على أرض الملعب التعامل ازاي مع المبراطين دول الاستعدادات ليهم ازاي التجهزات ليهم ازاي من الجانب الاتحاد المصري لكرة القدم عشان نقدر نوصل للمنتخب في تلك المواجهتين بالشكل الأمثل أول قرار خده الاتحاد المصري مع رابطة الأندية برئاس النائب أحمد ديال إن كل الدعم وكل ما يطلبه المنتخب القومي لجهازه الفني اعتبره مجاب نحايل والتعاون ما بين الأندية مصر كلها كلنا تحت هدف واحد هو الوصول للمنديال فكل الدعم لهم الاتحاد هيوفر كل شيء وإحنا قابلنا السنغال أكيد بقت من السنغال بالنسبة لنا وبالنسبة لهم بأكتاب مفتوح صحية وإحنا ما ما تهزمناش بإحنا تهزمنا بركلات الترجيح بركلة الترجيح أنا دايما نقول كده وكان ورد جداً الكرة الأخيرة بتاعت ماراون تدخل صح كان زمانا كسبنا إحنا وصلنا لآخر نقطة صح فبالنسبة لنا وبالنسبة للجهاز الفني فالسنغال كتاب مفتوح بل إحنا بنتفوق عليهم بعزيمة الرجال والقرة ما بقتش بالأسماء بقت بالعطاء والبذل طبعاً وإن شاء الله يعني أنا متفائل جداً واتحاد القرة كله متفائل وشعب مصر كله متفائل صحية وحنكون لكل الجماهير بتدعم منتخبنا إن شاء الله نحقق حلم الوصول لكاس العالم بعزيمة الرجال دي اللعبة دي وجهازهم الفني دا اللي على مستوى عالي اللي كل الناس قاعد فيه وحاجة يضيف عندك هنا وفكرك إن احنا إن شاء الله نوصل لكاس العالم لا يا فندم بص هتبقى أول مكان ما أكلمها لك أنا أول واحد أول واحد حلم عارف إنه مش حلم سهل وما فيش أحلام بتبقى سهلة لازم كل الأحلام بتبقى صعبة بس حالك قلت نقطة مهمة جداً إنه الفكرة بالعطاء في الملعب وإحنا كمصريين وكلعبين مصريين وكمنتخب مصر على مرة التاريخ إحنا اللي معنا الحتة دي ممكن نلعب نجوم كتير على مرة التاريخ نلعب منتخبات كبيرة عندها كل المحترفين اللي في الدنيا إحنا دايماً بنلعب بقلبنا ورحنا قبل ما بنلعب برجلينا يعني الناس بنلعب برجلها وإحنا بنلعب بقلبنا ورحنا قبل رجلينا وإحنا في بطولة أفريقيا دي هل السنغال كانت هي المرشحة للبطولة؟ يعني فيه طبعاً الجزائر مثلاً كانت مرشحة قبل السنغال كاميرون صاحبات الأرض يعني نتكلم في التصنيف الأول يعني صحية هم ماذا؟ صحية طبعاً هقولك على شيء أنا حضرت سحب القرعة بتاعت تصفات كاس العالم كاس العالم قالوا يا تونس يا السنغال يعني يعني كلنا تمنى يعني من ضمن الحاجات إن احنا قبل السنغال السنغال ما كانتش هي أسهل الفرق آه يعني حرك والجهاز كنت تتمنى تونس أو السنغال وجات السنغال هي أول قرعة سحبت يعني فأكد ربنا ريدلينا الخير يا رب يا فن طيب هلأك قلتلي بوست كلامك إنه كالوس كيروش طلب استاد الكاهرة هو اللي يستضيف في المباراة خدنا موافقات على دا ولا لسه خدنا الموافقات على دا ما أنا قلتلك من الأول فيه عبارة إن كله مجاب كله مجاب آه الدولة كلها آه لها هدف أن تساعد الشعب المصري بالوصول للمدين بأي شيء دا عظيم فأنت تلي أول موافقة هي تاني موافقة طبعا اللي بيسمعونا دلوقتي بيستنينها الجماهير استاد الكاهرة حلوته جماله ورعبه لما يبقى ممتلئ عن أخيره إن شاء الله دا ممكن يحصل دي هتبقى لها موافقات طبعا ومجلس الإدارة وعلى قال يعني الحد الأدنى إن يكون موجود حوالي خمسين ألف على قال يبقى خمسين ألف في المبعى دا رقم برضو مرد جدا دا رقم مرد جدا أدام أمنيا إنه الأمور نضمن حماية الجماهير وتبقى الأمور كويسة إحنا نحب ندعى منتخبنا باستاد الكاهرة صدد استاد الكاهرة دا أصلي له عاطفة ونستلجة كده عند الجماهير المصرية وسبحان الله استاد الكاهرة دا دايما يخوف أي خصم أه وأنا عشان كده بقولك إن الموديل الفني ما بيطرقش يعني حتى الجانب النفسي بيأكد عليه واللي أكد على وجود الجماهير واللي أكد على استاد الكاهرة يعني يعني مش عايز ملعبه خلاص يعني ما بيطرقش صغيرة ولا كبيرة والاتحاد المصري بلغة جمال علام قاله كل شيء هتطلبه هيتم تنفيذه طيب أنا كنت عايز سأل حضرتك على نقطة مهمة فيما يخص اتحاد الكرة والملفات اللي قدام اتحاد الكرة في اسم في اتحاد الكرة المصري دائما ما تطوله الانتقادات لأسباب مفهومة أو أسباب حتى غير مفهومة وهو نيلو فنجادة المدير الفني الاتحاد المصري لكرة القدم الناس دايما تسأل هو رجل لا بيعمل ايه في اتحاد الكرة هو رجل لا ادواره ايه في اتحاد الكرة ادواره مش معلنة او مش باينة لينا هل هو موجود المفهوض يبقى موجود ولا المفهوض ما يبقاش موجود ونستعين بواحد مصري هو اللي موجود حضرتك في الفترة اللي فاتت دائما شفت ادوار نيلو في انجادة عاملة ازاي هل هو مكمل مع الاتحاد المصري قوة القدم ولا لأ هو احنا لسه يعني ما شفناش ليه ادوار لكن انا يعني اول اتحاد بيبقى عنده مش مهم ده موجود ولا مش موجود هم هم بيعمل ايه ايوه وليه اللي بيشغلو تمام وايه الانتاج اللي هيتوفي ده اللي احنا ضمن الملفات هو ملف المدير الفني وفي جميع الحالات هو اساسا عقده انتهي في شهر خمسة عقد بنجادة انتهي في شهر خمسة اه فاحنا هنشوف تقييمه هل ده مفيد مفيد ولا مش مفيد ايه اللي قدمه ده من الملفات المطروحة للدراسة يوم خمسة واشر عظيم جدا طيب من الاشياء المهمة جدا اللي انا ما بحبش اجهالها وانا معايا شخص مسؤول محترم في اتحاد المصري والقدم الاجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين دي من النقط اللي بعض الناس احيانا تجهل الاهتمام بيها الفترة اللي جاية التعامل مع الاجهزة الفنية للمنتخبات الولمبي والشباب والناشئين هيستمر المديرين الفنيين الموجودين في الفترة الحالية ولا في نية لأي تغيير هو الانتحاد الكورة خد قرارات لسه هتتاخذ برضو مخمسة واشر احنا عانى برضو عنصرين من من كفاءة الكورة كابتن حزيم يمام وكابتن براكات طبعا هيدرسوا الملفات دي كويس جدا للعرض على مجلس الادارة بتشكيل الاجهزة الفنية بكل واحد بخطط اعداده بتدريباته بحكته بالبطولات اللي هيشترك فيها عجلت كلها هيتم دراسيتها وعرضها على مجلس الادارة تمام ومش هناخد اي قرار مجلس الادارة مش هاخد اي قرار متترع بدون دراسة ولا ارضاءا للإعلام هياخد القرار السليم المناسب لصالح الكورة المصرية ايوه دي نقطة بقى مهمة جدا ليه عشان انا هسألك برضو على اسم تحديد انا بحب اقول بالاسماء عشان بقشير الكلام كابتن شاوي غريب المدير الفني لمنتخب الأولمبي وقت ان تم اعادة تعيينه لإدارة المنتخب الأولمبي كان فيه انتقادات كثيرة جدا لاتحاد الكورة السابق او اللجنة اللي كان بتدير لاتحاد الكورة في وقتها انه ليه كابتن شاوي غريب مرة اخرى وهو لم يعنجح اتقال انه لما اتحاد الكورة الجديد هيجي المنتخب هي خلاص هيينهي مهمة الكابتن شاوي غريب ويشوف جهاز فني جديد للمنتخب الأولمبي. رأي حركيا. أنا قلت في الأول إن انتحاد الكورة مش هياخد أي قرارات بدون دراسة. وإحنا ما نقدرش ننكر إن شاء غريب ليه بصمات في الكورة المصرية وحقق إنجازات مع المنتخب الأولمبي وخد برونزية العالم. ليه؟ ليه؟ ليه دور. طبعا. فمش هناخد أي شيء أي قرار بدون دراسة بدون اللجنة الفنية اللي هتجتمع وتقولي قرارها ونفيش قرار حيتاخد مرة تانية إلا لصالح الكورة المصرية. الاتحاد الكورة الجديد في الجمهورية الجديدة جاي بمهمة إعادة تصحيح مصاري الكورة المصرية. ليس اتحاد ملوش أجندات ملوش أي شيء غير صالح الكورة المصرية. وإحنا من سعداء الحظ إن إحنا نبدأ دورتنا بهذا النجاح الكبير للمتخب القومي. إحنا محظوظين. صحيح. تمام؟ ولازم نبني عليه لصالح الكورة المصرية. طيب. من الجمل الشهيرة أو مش الجمل الحاجات اللي أشناها وحراك أشتها وحراك كنت مسؤول في نادي كبير زي نادي حرس الحدود أشتها كتير إنه يجي اتحاد كورة ما بيفكرش غير في الأهلي والزمالك. بصراحة أنا أكلم حالك بصراحة شديدة. الأهلي عايز إيه؟ والزمالك عايز إيه؟ وبقى الأندية هي وظروفها. يعني سمحت الظروف إن إحنا نعمل لهم حاجة أوكي ما سمحتش خلاص إحنا مهتمين بالأهلي والزمالك. ورغم كده كان دائما الأهلي يعترض ودائما الزمالك يعترض. كل يوم خبر الأهلي يعترض على اتحاد القورة يقدم احتجاج الاتحاد القورة الزمالك يقدم احتجاج للتحاد القورة يعترض لتحاد القورة إنه نعجل مباراة للأهلي طب نعجل بعدها مباراة للزمالك. السورة دي كانت سورة خلت جماهير الكورة في مصر يعني دايما لا تحب أي اتحاد القورة. أكلمك بصراحة شديدة. أحركوا تعايش معنا يعني من برأ الوضع في الفتر اللي جاية بعمل بصراحة شديد لا ما احنا برضو محظوظين اه اتحاد الكورة محظوظ ام ان اول سنة يتم فيها انشاء ربطة الاندية صحيح اللي هي بالدير الدوري ام اللي فيها ممثلين للاندية ام فمعنى ذلك ان مش هيبقى فيه اي من مجاملات انا في الاسبوع الكامل ام خلاص احنا يعني مش هناك اسابيع كتير تمام سمعت اي اعتراض لا مفيش اه لان فيه ربطة بالدير الدوري ام تمام ازا كان فيه بعض الكلام عالحكام او بطش ايه او بتاع دي كلها وردة لكن فيه ربطة اندية بالدير الدوري بكل حيادية ام وبكل امانة ام وحتى جدول فاحنا محظوظين ام واتحاد الكورة وربطة الاندية كتلة واحدة ايوة اه تمام للصالح وما فيش قلتلك ما فيش قرارات حتتاخد لأهواء ام كل قرارات لصالح الكورة المصرية ام وليس هناك عندنا اهلي او زمالك او زمالك او اهلي او مصري او بداع كل الاندية اعضاء الجمعية العمومية اللي هم كل الحقوق وكل الواجبات ده عظم جدا ده كلام عظيم ومريح ويا رب يكمل بس ألك سؤال قد يبدو ساذج بس انا بتعامل مع اللي بيشوفنا ولحد الوقت لما بالناس بتقابلني في الشارع او بتقابلني في اي مكان وبتتكلم معها على السوشيال ميديا ما بيعرفوش ايه الفرق بين رابطة الاندية والتحاد الكورة ما بيعرفوش الاختصاصات يعني يقولك ايه هو ايه رابطة الاندية والتحاد الكورة الاندية مثلا لو الاهل عايز يعترض على التحكيم بيعترض لمين باتتحاد الكورة ولا بيعترض على رابطة الاندية طب لو الزمالك عنده مشكلة ما في المسابقات او في جدوى المسابقات بيقدم احتجاجه للاتحاد الكورة ولا رابطة الاندية الاختصاصات دي لسه مش مفهومة في مصر هو رابطة الاندية بتتدعها لجنة المسابقات تمام ولجنة الحكام في الوقت الحالي تبع الاتحاد المصري فاللي بيقدم احتجاج على الحكام أو كده بتدرسه لجنة الحكام اللي في الاتحاد المصري مسابقات بتحط فيها القرار لجنة مسابقات تبع على الربط الحالي هل تقولي في الوقت الحالي هل ده معناه أنه لجنة الحكام ممكن تبقى موجودة في الفترة الجاهية؟ وارد إن شاء الله إن شاء الله تبزيء من التعاون ده شيء وارد وإن شاء الله القسم التاني هيتم إنشاء ربطة لي برضه بحيث ان تبقى روابط المسابقات تبقى للاندية ودي بتشيل عبق كبير عن الاتحاد المصري علشان اتحاد المصري رسالته يعني المنتخبات القومية للأساس وطلاطكاس مصر ده شيء عظيم جدا زي ما بيحصل في اي مكان في العالم مكان محترف يعني طيب اتقال برضو من الوارد انه يبقى فيه رئيس لجنة حكام في الاتحاد المصري لقوات القدم يكون اجنبي خبرة اجنبية هل الكلام ده عارد او فكرته فيه او كان من الحاجات المطروحة او ممكن يبقى مطروح في الاجتماع القدم وارد يكون الجراءات ده لكن كل اللي جان في الاتحاد يوم 15 هيتم توزيع الملفات على كل اعضاء مجلس الادارة من المسابقات للشؤون اللاعبين للحكام للمسابقات لكل واحد دي هيدرس الملفات بتاعته ملفات الفار ملفات المدربين لاجانب كل الملفات هيتم طرحها تمام ليه ليه مش عشان حاجة للتطوير اذا كان الصالح الحكام ان يبقى فيه اه شيء اه هيتم تغييره هيتم تغييره كله لصالح وليس لاشخاص طيب فيه شؤال جاي ليه وهكتم بيه مع حضرتك يعني هذا الحوار الممتع جدا يخص النادي الاهلي حد بيسألني بيقول لي سيادة اللي هو حلمي مشهور لماذا لم يتخذ اتحاد الكرة موقف قوي فيما يخص تنظيم الفيفا لكأس العامل الانداء وقت كأس الامم الافريقية وكان سند او ظهر للنادي الاهلي في اعتراضاته هل اتحاد الكرة خد موقف قوي ولا ما خدش موقف اصلا لازم اجاوب عليك بصراحة فاطل اتحاد الكرة استلم بعد ما كان فيه توقيت بطولة افريقيا وتوقيت النادي وفيه تصريح للسيد الاستاذ احمد مجاهد اللي هو كان رئيس اللجنة المؤقتة ان الاهلي هيلعب بيكمل نجومه والمنتخب هيلعب بيكمل نجومه اكيد اللجنة المؤقتة كانت بتسعى مع الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي على تأجيل احد الاتنين علشان البطولتين يتموا كونوا ما وفقش يقدر يعمل الحل دوت تمام فكاننا تكتب ان احنا لكن الاتحاد المصري استلم بعد ما تحددت البطولة دي وتحددت البطولة دي وانا من هنا بنشكر النادي الاهلي وكابتل محمود الخطيب اللي صرح تصريح المصر اولا صحيح صحيح تمام وفعلا مصر اولا تمام وكانت الاولوية للمنتخب القوم صحيح وكان الجهد اللي عملوا للمنتخب القومي عاد بالاجاب على النادي الاهلي وشفنا رجولة اللعيبة بنفس اللي تعرضوا له من اصابات ونقص في الامكان كان فيه تحولوا برضو لانه هم تحس ان منتخب نصر بيلعب صحيح طيب حجازي لما تصاف كاسرنوهم لأفريقيا واكرم توفيق لما تصاف كاسرهم سفروا مشوا ليس محمد الشناوي كمل يعني ليه محمد الشناوي رغم الاصابة اللي مكتش هتخليه يكمل كاسرونهم لأفريقيا ليه محمد الشناوي كمل مع المنتخب محمد الشناوي اسرطته ما كانتش خطيرة تحتاجة ولكن لما أنا قلتلك في الاول ان الولاد دول كانوا على قلب رجل واحد الشناوي بعزمته ما قدرش يسيب إخوانه وزميله كان ديه دور ودور مهم حاجة اللي تبتولي هو لطلب بقاء هو لطلبي كم والجهاز الطبي بازل معه بجهود كبير جدا كان نتجته هو ملحقش الماتشات بتاعة الأندية لكن وارد جدا نلاقي الشناوي في ماتش اليوم الجمعة صحيح وارد جدا لكن هو أكد لك حجازي والناس الكبيرة اللي في المتخب الشناوي وحجازي والنني وعلى رسولهم طبعا محمد صلاح تمام يعني كانوا محتضنين اللي لسه بيلعبوا وعبدالله السعيد لدور كبير وكل دولك تحسوا أن أنت بتتعامل مع كتلة واحدة تمام فده طبعا صحيح بتاع الشناوي عظيم جدا إفندي بحضرتك شرفت ونورت أنا حقيقي بأمانة شديدة استمتعت بهذا الحوار المحترم جدا من شخصية محترمة جدا حضرتك إن شاء الله الكرة المصرية في أزع صورة إن شاء الله وبحب أختم أي حديث لها بتحية مصر تحية مصر أفنا أشكرك شكرا جزيلا سات الله حلمي مشهور عدو مجلس إطارة الإتحاد المصري لكرة القدم بعد الفاصل نستقبل حكم الدولي الكبير كابتن أمين عمر خليكم معنا يا أهلا بحضرتكم مرة أخرى هو حكم من الحكام اللي ليهم شعبية في مصر يعني إيه؟ مش هتلاقي عليهم خلافات كتير مش هتلاقي عنده أزمات كتير آه بطبيعة الحال زي أي حكم في العالم كل فرقة أو كل جمهور لفرقة يقول لأصل إنت صدامتيني النهاردة أصل إنت في التاني النهاردة بس مش من الحكام اللي تلاقي عليهم هجوم أو انتقاض طول الوقت الحكم الدولي الكبير كابتن أمين عمر يا كابتن أمين مشرف ومنور أنا اللي بتشرف بحضرتك يا أستاذ كريم وشرف ليه اللي أنا متوجد معك شرف كبير ليه وانت شرفتنا في كأس الأمم الأفريقية ربنا خليك الحمد لله احنا أول حاجة بنلعب باسم مصر وباسم التحكم المصري فلازم نكون على قد المستوى قولي اختيارك في كأس الأمم الأفريقية جيد إزاي؟ بالنسبة لك كم مفاجأة؟ بالنسبة لك كنت متوقعه؟ المباريات اللي قدرتها في كأس الأمم الأفريقية نفسها أنت كنت متوقع أنك تديرها؟ يعني احكي لي الكواليس الأول قبل ما نخش في البطولة نفسها هو بالنسبة للاختيارات وأنا الحمد لله من ضمن 20 حكم محترف في أفريقيا على مستوى القارة كلها فإحنا عملنا معسكر قبل البطولة بشهرين كان في مصر هنا فبناء على اختبارات المعسكر ده من اختبارات اليقى بدنية فنية بيتم ترشحنا من خلال المعسكر فطول ما انت شغال كويس في المعسكر وبتنجح يعني إلى حد ما بتبقى متطمن اللي انت إن شاء الله هيكون الترشيح لك انت قدرت الرأس اللي أقدر بكينا قدرت غينيا وجنبي في دوري 16 وكنت موجود في مباراة تونس ومريتاني حكم رابع وحكم رابع في مباراة غينيا الاستوية وسيريليون ايه المباراة بالنسبة لك التي كانت أصعب؟ أو المباراة اللي كانت تقيلة عليك أو مش تقيلة عليك عفوا أقصد أنها تقيلة على قلبك حيث أن المباراة صعبة لا هو كل المباراة صعبة من نسبة لنا انت حكم بتحكم أي مطش وانت بتتكلم في بطولة كبيرة في أفريقيا أكبر بطولة فكل المطشات صعبة وكل الفرق مستعدة وكمان دلوقتي في الكورة ما بقاش في فرقة كبيرة وفرقة صغيرة كل المستويات احنا شفناها متقربة نتائج كانت متقربة جدا يعني غينة تطلع من الدور الأولاني الجزائر بطرة أفريقيا وأحسن منتخب بقاله 3-4 سنين يطلع من الدور الأول فانت كل الفرقة الصغيرة يعتبر يعني بالاسم الصغيرة بس مستوها من الفن كبير جدا في البطولة فما فيش مطش سهل خالص المشاركات المصرية كانت مشاركات محترمة في كأس الأمر الأفريقيا بكلم عن مستوى التحكيم ده في الوقت اللي دايما يبقى فيه انتقادات للتحكيم في مصر من أندية من جماهير وكانت المشاركات عظيمة وكبيرة في كأس الأمر الأفريقيا والحمد لله يعني ربنا كرمنا والزملائي الحمد لله البنة ومعروف لملعبنا والكابتن عشور وابو الرجال وأحمد حسام في الفار ولما كانوا بيلعبوا معنا مساعدين الحمد لله احنا كنا على قدر المستوى وكنا هدفنا وإحنا خارجين من مصر اللي احنا نشرف نفسنا ونشرف بلدنا ونشرف التحكيم المصر ده اللي حصل خاصة انه وده أنا اللي هقوله يعني بعيد عنك كنت انه كان فيه مستويات غريبة في التحكيم في كأس الأمر الأفريقيا بعض الحكام مش كلهم يعني بعض الحكام عملوا مواقف كثيرة جدا في هذه البطولة بعيدا عن دول بقى هتلاقي الحكام المصريين في كل المباريات اللي قدروها ولا حكم مصري كان فيه انتقادات كبيرة ولا حكم مصري كان فيه هجوم عليه كلهم قدوا مباريات كبيرة ومباريات مميزة ورائعة جدا احكي لي بقى الأجواء نفسها في الكاميرا وفي كأس الأمم الأفريقية الأجواء كانت سهلة الأواء كانت بسيطة الظروف كانت عاملة ازاي في موضوع التدريبات في المباريات احكي لي التفاصيل لو طبعا احنا مشينا من القاهرة روحنا على دولة ده مقر الحكام هناك أعادنا في الفندق عملنا طبعا معسكر قبل البطولة عشر تيام عملنا اختبارات اليقى بدنية واختبارات في القانون واختبارات فيديو تيست الأجواء هناك الجو طبعا صعب جدا دولة دي السنة كلها الرطوبة 95% درجة حرارة 35 دي أقل حاجة وبتطلع طبعا الاربعين جو صعبي جدا الأكل بالنسبة لنا احنا طبعا ما بناكلش أي حق غير السمك بس ورز ومكارونة يعني الأكل بالنسبة لنا برضا كان في مشكلة كنا طبعا واخدين أكل معانا من هنا عادنا الأسبوع الأولاني قبل البطولة ده يعني لحد ما كان في صعوبات شوية بس بتدينا نطق أقلم يعني معا طيب قبل ما اكمل في موضوع التحكيم لازم اتكلم معك كمشجع مصري تمام حكيلي كده إحساسك وحياتك في الكاميرا الوقت ما كان منتخب مصري بيلعب ووقت منتخب مصري كان بيكسب ووقت منتخب مصري كان بيقدم مباريات كبيرة إحساسك كمشجع بقى وانتهناك لا احنا كنا مشجعين درجة ثالثة أولا احنا روحنا كلنا ماتش كود ديفوار دور الستاشر لانه كنا عندنا في دولة فاحنا طلبنا من اللجنة اللي احنا نروح فروحنا وكان معنا مجموعة من الحكام الأفارقة والعرب كمان معنا بيشجعوا احنا كنا مشجعين درجة ثالثة مكناش حكام يعني احنا كنا عاديين في الزون بتاعنا كان مخصص للكاف كان كافري فري احنا كان لنا مكان معين يعني احنا كنا عاديين لا احنا مصريين ففي الجمهور المصري لما جيه في ناس كتير جدا احنا كنا عارفينهم وهم عارفيننا فراح عادناهم جنبنا واخدنا الاعلام وكنا زينا زيهم بالزبط بتشجع بقى خلاص لا احنا مشجع درجة ثالثة فشجع بقلبي ومنتهى الحماس واول ما صلاح جابل ضربة الجزاء الأخيرة انفجرنا من طبعا انت بتنسى اللي انت حاكم انت مصري ممكن اسألك بقى بمشجع الدرجة الثالثة ملوشة لقب التحكيم خاص التحكيم خاص انت وانت بتقعد في المدرجة وبتبقى عامل زينا يا جادع انت حسب لدربة الجزاء دي حرام عليك الكرة يعني بتعمل كده انت عارف انت اللواتي بقرصة مشاجعة احنا احنا كحكام نفسينا لما بنلعب كرة مع بعض بنعمل كده بنعترض طبعا بنعترض على زمائلنا انت بتنسى نفسك اصلا انت في الكرة بتنسى نفسك بتبقى عايز كل حاجة ليك صح بدون قصد بدون قصد طبعا يعني ودي تخليك تتفاهم مواقف الناس اللي بتبقى وانت بتلعب في المباراة اعتراضاتهم عليك بتبقى انت تفهمها طبعا يعني متعايش معاها مش بالحسنة يا غريبة لا 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 عادي اصلا انت بشر شيء طبيعي اللي انت بتلعب كرة بتبقى عايز كل حاجة ليك او انت لو عملت خطأ لا ده مفاش حاجة من وجهة نظرك اللي هي مفاش حاجة بس هو بيبقى خطأ صح وانت بقى في المدرجات وقعد جبك جماهيرو بتاعي طبعا انت طول الوقت عايز اقول لحضرك اللي كان في حكام من دول تانية كانوا عاديين بيصوروا مفعالاتنا اصلا اصلا ويعني كانوا بيتكلموا انت ازاي بتعترض دازميلنا بس انت طبعا بتنسى كل ده بتشجع بلدك بتصوركم من منطق الهزار ولا منطق الهزار طبعا بقى كابتن امين دي ضربت جزاء ولا مش ضربت افساد طبعا انا بعطلت معاهم بتعترض اصلا اي حاجة للمصر وبنعترض عليه مش هارف ايه وبتحرم عليك ضربت جزاء طيب ده كاس الأمم الأفريقية والشغل العظيم اللي منك ومن زمالك بصراحة في كاس الأمم الأفريقية مفيش ولا حاكم معطرده لما بنجي هنا في مصر وانا برضو هتكلم معك بشكل عام مش هسألك على حاجات بعين حام دايما فيه في مصر كلنا بدون استثناء يعني اعترضات على الحكام طول الوقت يا جماعة مستوى التحكيم في مصر يا جماعة احنا لازم نعمل مباركات كبيرة يا جماعة ازاي كل الكرة بتتقدم في مصر ومستوى التحكيم قليل واحيانا الناس بتقولك كلمتين دول بمنطقة ضغط الجماهيري يعني اطلع اولي مستوى التحكيم قليل عشان الناس ليس على الحكم انت بقى وزمالك انت تحدينا خليك وانت قاعد معاي بتعيش المواقف دي ازاي والله بص انا بافصل نفسي خالص بالتقليل كل شوية انا بتكلمك على التقليل الحكام عندنا مش كويسين الحكام عندنا مش كويسين كل شوية ايوه عايزة بقى احسن واحد في الملعب انت في فرقتين عايزين يكسبه انا الفريق التحكيم عايز يكسب وعايز يبقى احسن واحد مش عايز حد يغلط يعني انا نازل مش عايز اغلط بالعكس انا عايزة بقى احسن واحد عشان لما ناس تتكلم يقولك لا ده الحكام كويسين صحيح فما فيش حد عايز يغلط صحيح فانا بنزل مركز اللي انا ابقى احسن واحد في الملعب وحنا بشر يعني في الأول في الآخر انت بشط شيء طبيعي اللي انت تغلط صحيح طيب يتقال لك أصله يعني فيه أسماء كده حكام يقول لك أصل الحكم ده أهلاوي أصل الحكم ده زملكاوي أصل الحكم ده مش عارف بيشجع المصري أو الإسمائي أقول الحكم مفيش حكم هيحب فرقة أكتر من نفسه الحكم عايز يبقى هو رقم واحد أنا دلوقتي لما شجع مثلا أي فرقة الفرقة دي هتفيدني في إيه لو أنا بحكم لها هتفيدني في إيه أنا مثلا جملتهم ما أنا اللي هتوقف صحيح وده أكل عيشي صحيح مين اللي تضر؟ الحكم اللي تضر مش الفرقة صحيح فأنا مش هجمل لحد على حساب نفسي أبدا وإنت ليك أسرة وليك بيت وليك عيلة الكلام ده بيضايقهم يعني أنت الكلام ده بيأثر على مش على الحكم نفسه لا ده على أسرته كلها لما يمشي في الشارع أسرته والناس تتكلم عليهم رسائل كل الكلام ده بيضايق الحكم طبع أنت أقول لي جملة مهمة جدا أحيانا الناس بتأخفالها أنه بيتعاملوا مع الشخص الحكم ده أنه هو شخص جامد كده اللي هو إيه أنا ههجمه وهشتمه وهتعانه في شرفه وفي زمته المالية وهو مش فهم أنه الشخص ده له أسرة وعيلة وإنت بتأثر في كيان بحاله يعني أه طبعا كله بتأثر البيت كله بتأثر والعيلة كلها بتتأثر بالكلام اللي بتقاب فإحنا لازم طبعا نفصل نفسنا عن الكلام ده عشان خطر إيه المباراة اللي أنت بعد ما خلصتها روحت بقى لقيت الدنيا مقلوبة في أسرتك يعني قلت إيه طبعا يا جماعة بالراحة علي ده أنا عندي أسرة وعندي عيشة وعندي حياة حد إيه قال لك ما كانتش مفوط تعمل كده عشان خطر الأزمة دي وإنت عملت لنا أزمة لا أول كان فيه مطش الزمالك والإسماعيلي في الكاس اللي فات ده أنا طردت لعيب من الزمالك وطردت المدير الفني هجوم كاسح علي رسائل وشتايم مش أنا بس ده أنا ووالدتي ووالدي وزوجتي واخواتي طب ليه يعني مع إن أنا صح يعني قانون أنا طبقت القانون ما ليش علاقة بقى مين ده مين ولا ده سين ده صاد أنا ما ليش علاقة أنا بطبق القانون على الكل فدي أكتر مطشة هجمتي فيك بدون داعي يعني وأنا زعلت فيه جدا وقفلت التلفوني مدة أسبوع لإن أنا مش عارف أقعد من كتر الرسائل والإتصالات الكاب الجيلة حاجة صعبة هجوم داري طيب ما فكرتش في مرة قلت والله إيه الشغل أنا اللي بترهك نفسيا دي ده أنا كل ما أحكم مباراة أتهاجم وتشتم وانتقد وبنافذ القانون أبقى مش حاجة ده أنا بنافذ القانون ما قدش مثلا لأ يعني الشغلان دي صعب عليا لأن أشوف بقى شغل تاني أشتغل وإيه الشغلان المرهقة دي لا أنا أقول لك الإحساس ده جالي وأنا لسه داخل التحكيم 18 سنة كنت بروح أتفرج على المطشاط في الملعب عشان أتعلم من إخواتنا الكبار في الملعب إزاي بتحرك إزاي بتحطي تحت ضغط الجمهور لما الجمهور مثلا يزوم عليه أو يعمل ضغط عليه هو يتصرف إزاي فأنا في 2004 أول ما دخلت التحكيم حضرت ماتش كان لمنتخب مصر فأول ما اسم الحكم تقال أول ما الإزاعة الداخلية بتقول اسم الحكم الحكم تشتع طب كما هو عمل إيه لسه ده لسه بسم الله الرحمن الرحيم بيقوله اسمه الحكم هجوم هجوم عليه فأنا عدت كده ينهار يسود أنا هيحصل معي كده ف يعني خدت عدت مترد بلاش الشغلانة دي أه أكمل فيها بس أنا لسه كنت لسه 18 سنة وكنت بلعب كورة فما كنتش مهتم بالتحكيم أوه في أول سنتين كنت مركز في الكورة وابتديت بقى ركز في التحكيم أول ما بقيت درجة تانية كنت بتعب مع مين وقتها؟ لا أنا كنت بلعب في إيسكو كنت بلعب في إيسكو تبقى سلمة بتلعب في الآله والزمانك لا لا بلعب في إيسكو أنا مرة بس ألاك سألق سألوه أخير في الآله والزمانك هتروح فيه بس طبعا ليك انتماء؟ يعني عشان بس الناس بتبقاش فهمة أنه الناس اللي بتحب الكورة بيبقى لها انتماء طبيعي شيء طبيعي أنا بقى ليه انتماء أنا والدي الكابتن محمد عمر ربنا خلهولي نجم النادي إيسكو انتماء الإيسكو قلبا وقالبا أنت بعيد بعيد عن الدوش لا لا بعيد عن كل حاجة الكابتن طبعا أنا طلعت معاه من وانا طفل صغير حضرت حتى ماتش اعتزاله وكان جايب النادي الاهلي في ماتش الاعتزال وكرموا سيادة الوزير ووزير الشباب الرياضة ساعتها فأنا من صغري وأنا في النادي فحياتي كلها في النادي إيسكو طيب هقولك حاجة كنت مستني نبقى معايا حكم دولي كبير أسأله السؤال ده بصراحة فضل وبرضه أنا متفي معك أنه مش هنخش في حالاته في التفاصيل بس بحب الأسئلة العامة والأسئلة العامة دي اللي تهم الناس كمان يتقال دايما أنه الحكام كلهم كلهم بيخافوا من الأهلي والزمالك بيخافوا من الأجهزة الفنية الأهلي والزمالك في الملعب بيخافوا من لعيبة الأهلي والزمالك يعني أنت كرارك بالطرد أو الإنذار ممكن يبقى أبطأ أو أضعف قدام لعيب أهلي أو زمالك أو واحد في الجهاز الفني الأهلي والزمالك عكس أي فريق تاني يعني الفريق تاني بسهولة جدا تقرف تروح تشخد فيه تعرف تديله كارتة أو تطرده لكن الأهلي والزمالك بتقلق أو بتفكر من الجماهير لا حضرتك دي شخصية الحكم طبعا ده في الأول في الآخر أنت بتحكم لألوان فلنات بغض النظر عن اسم النادي احترامنا ليهم كلهم أنا جاي القاضي بيطبق قانون وأنا كحكم بيطبق القانون على الكبير والصغير القاضي مثلا هيقولك ده قضية كبيرة أو قضية صغيرة لا بيحكم بالورق والأدلة والمستندات بتاعته أنا كحكم كده دي حالة تحكمية أنا بحكم بقى على الحالة التحكمية ماليش علاقة بلون الفلنة ماليش علاقة ده أهلي ولا زمالك ولا مصر ولا اسماعيلي ولا ليه علاقة بأي حاجة الحالة أنا بتعامل عليها وبتحاسب من اللجنة على الحالة مش بتحاسب على لون الفلنة ولا خاف لا لا أنا حالة تحكمية بتعامل معها طيب ليه بشوف وقت كبير جدا في الحوار يعني لما يجي لعب يعطرد على حكم أنا الليلات بكلمه بشكل عام مش عليك أنت تحديد يعطرد على حكم تلاقي في حوار خد وقت طويل المدرب بيعترض على الحاكم ياخد وقت طويل عكس بس ما بتشوف في أوروبا انت بتروح تدي الكارت وتمشي خلاص الموضوع خلص غالبا أصلا مش في حد بيعترض عليك بس لو حتى حد اعترض عليك بتدي الكارت وتمشي هل الحاكم في مصر مش محمل حماية الكافية حيث انه مش محمل حماية كقوانين وكعقوبات على اللاعبين والأجهزة الفنية دي رقم واحد حضراك قلت الإجابة لو في عقوبات على اللعيبة والأجهزة الفنية عقوبات راضعة ما حتش هتكلم انت بره اللعيب يعارف هو لو خد انذار هيتخصم منه قد كده المدرب لو اضطرد هيتخصم منه قد كده فبيبقوا هما لعيبة بروفيشنال اللعيب في الدولة الانجيزية لو خد طرد وقف شوية في الملعب بيتوقف بعدها كثير دول اللعيبة بروفيشنال بعارفين إلي لي وإلي عليه فبيبقوا وأكتر حاجة يعني بتبقى عقوبة جامدة على اللعيب انت تخصم منه لان ده أكل عيشه وده مرتبه فلما يتخصم منه فلوس كتير هتأثر عليه طبعا بيبقى ملتزم صح؟ مؤكد يعني حتى والتحد الكرة كمان لازم يبقى ليه دور كمان طيب هذه الأزمة أو مش الأزمة هذا الموضوع الكبير موضوع الفار من ساحة ما دخل مصر وكل شوية الناس تقولك الفار عندنا لا يطبق بالشكل الأمسل الحكام بياخدوا وقت طويل جدا عبال ما بيسمعوا للفار بناخد وقت كتير وده ده واقع بقى انه عشان نحسم لقطة ممكن ناخد تقديد أربعة دقايق أو خمس دقايق عكس برا انه الحكم بيصفه يسمع الفار يروح يشوف الشاشة كل ده بيخلص في ثواني ليه بناخد وقت لحد دلوقتي؟ أنا عزي قوله حالك إحنا دي تاني سنة لنا في الفار صحيح أوروبا قعدوا خمس سنين يتمرنوا على الفار أول سنة يعني الدوري الإنجليزي قعد سنة كاملة يلعب أوفلاين يعني فيه حكام بتبقى موجودة حكم بيبقى في الملعب بيبقى وراء الحكم الرابع وفيه غرفة الفار فالحكم اللي بيبقى وراء ده بياخد نفس القرارات اللي الحكم بياخدها فلو فيه غلط هم في الفار بيكلموه بيروح يشوفها في الشاشة ده أوفلاين هم اتمرنوا كده سنة كاملة إحنا لسه أول سنة كان فيه أخطاء السنة دي الحمد لله إلى حد ما الوضع يتحسن لأن كل ما أنت بتشتغل كتير تاخد خبرات بيبقى فيه سرعة وفيه برضك مشكلة تقنية ايه اخد بالك يعني أنا مثلا أنا عندي الحالة أقولي الأوبريتور أنا عايز الحالة دي يقولي الكاميرا مش موجودة الزاوية مش موجودة فأنا حاول أجيبها من كذا زاوية فده بياخد وقت طبعا وغير كده فيه بتبقى مهارة الأوبريتور بيبقى سريع فيجهز للقطات اللي أنا عايزة على طول فما بتاخدش وقت فدي برضك يعني مهارات فردية مهارات فردية وفنية طبعا فيه زاوية كاميرات ما بتبقاش موجودة ما بقدرش أحددها صح فكل ده فأنا بقى إيه عشان أجيب مثلا الزاوية بتاعة خط المرمى مثلا فما فيش كاميرا بتبقى على خط المرمى فأنا حاول أجيبها من كذا زاوية فكل ده بياخد وقت لما الفار اتطبق عسينا شوية وده رأيي ناس كتير أو المتابعين للتحكيم حتى المتخصصين يعني إنه الحكم في الملعب بقى يقول إيه لما الفار يندهلي أنا أخد القراري السلمي أنا أخد القراري الأهد اللي هو مثلا إيه أنا شايف ضرب الجزاء بس الأحسن ما أحسبهاش لما هو اللي يقولي أحملها للناس بتاعة الفار لا ما فيش الكلام ده من كلام ده بيحصلش لا لا ما فيش الكلام ده أنا بلعب إفرط حريق دلوقتي الفار مش شغال وحصلت معي أنا في البطولة الفار مش شغال في كاس الأمم في كاس الأمم اتعطل كابل الكهرباء ضرب في الملعب في دورة 16 بلعب غينيا وجنبيا من الديئة 38 من الشوت الأولاني هتعمل إيه لو حصلت حالة تحكمية هتعتمد على الفار ولا تعتمد على نفسك على نفسك لا إحنا بننزل كأن معيش فار يفرد الفار اتعطل حصل أي عطل تكنولوجي فيه أنت هتعمل إيه هتزلم الفرقتين لا طبعا فأنت بتحكم كأن معكش فار وبتحاول إلى قدر على قد ما تقدر اللي أنت تكتهد وتخلق لنفسك زاوية رؤية عشان تشوف لو في لعبة بقى صعبة قوي خلاص بقى دي يعني خرج عن قراتك يعني دي بقى دي بقى الفار هو اللي تتحكم فيها بس طيب حصلت دايه في الدولة المصرية يعني حصلت حد قالك إيه أخذ بالك أن الفار مش حصلت كتير في البداية في البدايات كانت بتحصل كتير اللي هو الفار مش معك ما تعتمدش يعني يعني ما تستناش من بالضبط ما نقول لحدك أنت كده كده رايح تلعب من غير فار يعني تعمل شغلك كحكم وحكم مساعد اللي أنا أخذ قرارات أنا بنفسي وأخذ تأكيد بس من الفار افرض الفار مش شغال هتعمل إيه فأنت لازم كل قرارات أنت اللي تخدها بنفسك وتعتمد على نفسك ما تعتمدش على الفار الفار لما تطبق ده مفيد لك كحكم ولا حاسس أنه بياخد منك شوية ما هو الفار بقى ليه قرارات دلوقتي لا والله بالعكس ده أنا دلوقتي بلعب ضده كمان لأنا حاول اللي أنا أخليه هو اللي يأكد علي مش أنا اللي أكد منه حلوى الجبل أه طبعا لأن أنت دلوقتي الفار أنت الحكم لما بيروح للفار كذا مرة يعني الفار هو اللي بيحكم مش أنت أيوة صح فأنا كحكم هنا دوري فيه لا أنا أخذ هناك قرارات والفار يأكد علي طيب من الحاجات اللي ملاحظة جدا في الدولة المصري تحديدا أنه الحكم يكون بيشاور على السماع وبيسمع الفار واضحة يعني خلاص والله بيستنى أو أنت أقفت اللاعب عشان بتسمع الفار ألاقي مثلا تالت أربع خمس لعيبة رايحين يعترضوا بيسرخوا فأنا أنا عادي بفرج أقول لجماعة ما الراجب بيقول لكم بيسمع الفار طب يعني يعني هيعمل إيه هي المشكلة اللي اللعبة تقول لك يا كابتن كلم الفار طبعا أنا بكلمه يا جماعة يعني ده العادي إنت بيبقى موقفك إيه في اللحظة أو أنت بتقول إيه للعيبة لأ أنا بتكلم بقى وحطي إيدي كده ودي الحركة بتاعتنا اللي أنا يعني استنى خلاص استنى أنا بتكلم الفار ما جيتش في مرة قلت له يعني ما قلت اللعب من اللعيبة مثلا أنت بيستني مني يعني مش لأ ما أنا بقوله بقوله أنا بسمعه اسكت عشان أسمعه بسكت عشان أسمعه في لعيب مرة اضطردت دي انزار لما قاعد يعترض عليك وانت بتسمع الفار لا ما حصلش ما حصلش طيب أسألك سؤال بشكل عام هل انت وأسألك انت تحديد هل انت ممكن والسؤال لا تسأل قبل كده الحكام في انجلتراك وتوفراج على مرة الحلقة كده عملها جيميكا رجل وجالي نيفل مع الحكام حكام دوليين انجليز يعني ممكن في لحظة من اللحظات في الملعب تطاع عطف يعني تقول مثلا الفرقة دي قولي خسرانة خمسة ومطرود منها لاعب فمش مستهلة يعني خلص روح القانون زي ما بيقولوا لا انا بطبق قانون ماليش دا ماليش علاقة ماليش علاقة النتيجة كام ماليش علاقة الفرقة دي كذبانة خسرانة ان مطرود منها واحد اثنين انا بقول لحضرتك انا دلوقتي بتعامل مع حالات حكمية انا دلوقتي تعطفت مع فرقة زي ما حضرتك بتقول ومطردتش لعيب لجنة تقول لي انت حسبتي دي ليه غلطة في غلطة عندك بقت غلطة انا ماليش علاقة بالنتيجة وماليش علاقة باي دا بالعكس انا كلما المطشات او المطش بيبقى النتيجة عالية كلما تركيز يبقى اعلى لان الفرقة التانية قلاص يعني بتبقى مستسلمة اخطاقها كتير بيفقدوا تركيزهم بيخرجوا برا الجيم بسبب النتيجة الحالة النفسية بتاعتهم بتبقى صعبة فاخطاقهم بتكتر فانا لو تعاطفت معاهم انا اللي اخطاقها هتكتر وانا اللي هتوقف طيب لو سألت لعيب كورة ايه هي المباراة اللي انت متحبش تفتكرها او ايه المباراة اللي انت تحب تفتكرها هيقولك هيقولك المباراة دي ما قدمتش فيها كويس زي العيب ما بيقدمش كويس المدرم ما بيقدمش كويس والحكم ما بيقدمش كويس كمان كلنا مطش في الدرجة التانية مطش في الدرجة الثانية كان من ومين؟ لا... مش فاكره مش فاكره بس هو فيه مطش في الدرجة الثانية بس لات معه مش كأنه ما أحبش أفتكره اه حاسيت إنه كان عندك أخطاء مطش تفتكره وتقول إن حاسي لو خطأ إداري مش خطأ فني خطأ إداري منك؟ كان في المباراة طيب مباراة تفتكرها دايما تقول دي من أعزم المباراة اللي أنا قدرتها يعني تحطها في السيبيل تتاك كي فيها ضغط وفيها صعوبات وفيها أمور كتيرة في 2018 لعبت في الدورة التونسي ساعة التوأمة لعبت الترجي والنجم في رادس في وسط 80 ألف متفرج دي من أحسن المتشط في حياتي يعني وطبعا الأهل والزمالك الدورة الثانية السنة اللي فاتت الأهل والزمالك لما بيجوا يلعاوا مع بعض وتشوف حكم أجنابي هو اللي جاي دي الحرة بتحزن طبعا لأنه هو مش أهل مني مش أكتر منك مش أكتر مني أكتر مني في إيه واحنا بنلعب للأهل والزمالك بس ما بنلعب لهمش مع بعض والحمد لله يعني حضارك شفت السنة دي والسنة اللي فاتت ثلاث حكام مصريين لعبوا أهل والزمالك الحمد لله ما كانش فيه أخطاء يوم بقى مطش الأهل والزمالك اللي انت قادرته المباراة الصعوبات اللي فيها التفاصيل اللي فيها ما وفيه شده وجذبه وفيه تفاصيل كتيرة وفيه نتيجة وفيه أهداف تعملت إزاي مع المباراة دي؟ لا بصراحة اللعيبة كانت ملتزمة جدا كابتن فرقة شكبالة ومحمد الشناوي وإحنا في الممر قالوا يا كابتن أمين ما تخافش من حاجة إحنا هنساعدك مين؟ طريق حامد والشناوي؟ لا شكبالة كان كابتن فرقة والشناوي هم قالوا لك كده؟ هم قالوا كده فدي أنا نزلت مركز بس في المطش اللعيبة نفسها مركزة في المطش مش مركزة مع التحكيم مش مركزة في أي حاجة غير اللي هم يلعبوا كورا دي جملة عظيمة فده أه طبعا اه طبعا اه طبعا لا حتى البنا المطش بتاعه نفس الكلام محمد عادل نفس الكلام اللعيبة نفسها والأجهزة الفنية بتطمنك لإني طبعا كانت أول مرة وأول تجربة لحاكم المصري حاكم ألوزا مالك بالدوري منذ فترة كبيرة فهم طمنونا اللي أنت إلعب وما تخافش من حاجة يعني إحنا مش هنعمل لك مشاكل صحيح فطول ما اللعيب نازل يركز في المطش بس هتبع على طرادات قليلة إنت كحاكم هتركز في المطش بس مش هتركز بقى سنداليو إيه هتديره حقب اه بالزبط كبه إنت لو سبتني مركز معاك أنا هتديك الأمور الفنية مش هركز بقى إيه عند إعتراض و لعبة فوتني لا لا خالص أنا هركز في الملعب بس زي ما أنت مركز في الكرة بس أنا هركز في الحالات بس عظم جدا كابتال أمين عمر انت شرفتني ونورتني أنا تشرفت بحضراتي ودائما مشرفنا على طول ربنا خليك يا سيد كريم أنا تشرفت بحضراتي شرفت ونورت ربنا خليك يا رب ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بكل فقرات الحلقة النهاردة أشوفكم يا رب بحضراتي شكرا 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 شكرا